من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام السلام عليكم تحية طيبة تسيلكم من إذاعة الحياة أف أم برنامجكم حلقة جديدة برنامجكم من الجامعة نبني الوطن يرفقني فيها كالعادة نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد قدح في الهندسة الرقمية إذن اليوم ضيفنا وجه سياسي المعروف والوزير السابق للتربية والتعليم في تونس وهو قبل ذلك هو أستاذ جامعي واليوم بش نحكيه إن شاء الله على عدة نقاط في التعليم وطبعا أحنا لما نقوله من الجامعة نبني الوطن هو في الحقيقة التعليم العالي هو آخر طابق في البناية وقبله معنى تسبق مراحل أخرى مراحل تعليم مبكرة وهذاك عليش بش نتحاوله اليوم إن شاء الله مع ضيفنا الكريم اللي هو الدكتور الأستاذ الجامعي الناجي جلول مرحبا بك دكتور مرحبا بك وشكرا على الاستضافة والدسم جميلة حتى في الأوروبيين فرنساء يقولك ميرسي لأخر يقولك تانكيو تونسي يقولك عيشك يعيشك أكثر حاجة منها تنسي لغيره وحتى للعدو هي الحياة هي الحياة شكرا الدكتور مرحبا بك شرفتنا فعلا في إذاعة الحياة تفاهم يرفقني أيضا اليوم في الحسة بصيفة كرونيكور الدكتور الأزهر البريكي وهو رجل تعليم أيضا ثم أنه هو مسؤول على التوجيه المدرسي تابع للإدارة الجهوية للتعليم بالقيروين الدكتور الأزهر البريكي مرحبا بك شكرا ومرحبا بالجميع وإن شاء الله تعدي حصة موافقة وحصة يعني مثمرة وحصة فيها من الإيجابة فيها مع الحياة الأفأم وفي نفس الوقت الرحب بيك الرحب بيك استيدنا ودكتورنا سي ناجي جلول إذن شكرا الدكتور الأزهر البريكي مرحبا بيك إذن إن شاء الله اليوم أحنا بش نتحاول وإن شاء الله في عدة نقاط تتهم التعليم وطبعا إحنا عنا قناعة أنه التعليم أو المراهنة على التعليم والتعليم الجيد هو الذي يبني الأوطان دكتور ناجي جلول بش نبدأه إن شاء الله بآخر التصريح للسيد وزير التربية السيد فتحي سلاوتي يقول أنه هناك عنف بالوسط المدرسي والعنف هذا معناها مرفوق بتراجع النتائج ويقول أنه الحل يكمن في مراجعة الزمن المدرسي شنو رأيكم معناتها؟ شوف أنا مش نعطيك فما كلمة قلتها برشا في التربية وهو من جمش تصنع منظومة تربوية أرقى من مدرسيها هذا يستعمبريسيب ومن جمش تصنع مجتمع أرقى من مدرسيه نعم اليوم العنف رأيه العنف في المجتمع التونسي نعم نحن كنا في المدرسي خرجنا دراسة عندك مئتين ألف حالة جريمة في البلاد معلنة إذا ما تشوف الدبل نعم نعم العنف اليوم ظاهرة في المجتمع التونسي كل ماشي المدرسي والمسي هي جزء من المجتمع نعم اليوم انهيار القيم انهيار الأخلاق تفكك المجتمع وانهيار التكافر له المدرسة ابن وسينا يقول كل أمراض البدن جي من المعداء نعم كل أمراض المجتمع التونسي جاية من النهار منظومة التربوية أنا عندها 30 عام تنهار ماشي بعد الثورة مستحية نعم أنا أنا وكبت الإصلاحات وأنا أنا وكبت أنا خدمت محسي محمد الشرف على رحمه نعم عندي 35 عام تقريبا في الجامعة التونسية وواكبت تطاول الجامعة التونسية نعم شوف تسمى مشكلة كبيرة وهو التربية والتعليم لم تعد من أوليات الدولة التونسية نعم من ستة وثمانين من حتيات حطينا بلادنا تحت سلطة متعامة لأباس نعم 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 أنا حضرت في النقاشات ممثل البنك الدولي يقول لي سكروا مدرس تكوين معلمين غالين منهار تولين نعتبروا لتكوين أولادنا غالي نعم دي ننهاروا نعم أنا بالنسبة للنهار المدرسة التونسية أبدا من سنوات خبس وسبعين ست وسبعين سبعون 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 وقتنا طال نعم كانت ثم قال لي دوبر في الجامعة كارتش عبيني مش معلم نعم وقتنا بدين نعتبروا التعليم كحل بطالة نعم بدين وليوفو المقنية التونسية هو حل بطالة أنا أنا عبيني وبينك كونو في قاوة ساعة يقع الاعتداء علي لفظيا من المعطنين على العمل قالهم وليدات متضمن معهم حشك شبيك لا متضمن نعم نعم خدمت ولاد عمرهم 21-22 مدرسة تكوين معلمين هذك مجدد نعم واحنا ما خدمت ناش نعم يعني وصلت من خيال العام في اعتقاد التونسي نعم إلا الحل بطالة برا قريوه نعم حتى زمن الارتقل التونتويت كانوا مش يقريوه نعم يعني في آخر المطاف أدى إلى انهيار التعليم إلى انهيار القيمة الاعتبارية المدرسة نعم نجي ونحكيه عليه هذي كل لكن زمن المدرسة نعم نعم سي ناجي بربي بربي العنف عندكم ما بين 15-20-20 حالة انت عنف في المدرسة نعم منهم 6-000 حالة بوجهة ضد الإطار التربوي أما شوف سي سلاوتي اللي هو صديقي وزميلي ونجل محترم والحب وشوف احنا وقتاً اللي عملنا في صلاح التربي أول حاجة ما السناه هو الزمن المدرسة نعم قلنا عملنا دراسات ودراسات قلنا بعد خمسة أو ستة أسابيع تلميلي واللي على عصابه خاصة انت الكوليج لأن العنف موجود خاصة في العدديات نعم والأستادي ولي تغيب ونعرف شو معناه نعم قلنا عملناك الحكاية سينكسومين قامت الدنيا وقهدت نعم هذيها الزمن المدرسي ما قبلوش نقابات نعم ما قبلوش مع الولادة ما عملوا سكي وقتها نعم وخاصة قبلو برش الحدثين قلنا نجلون يغازل في النهذا نحنا جردلون ما احنا يشوف ما نتقالش الحكاية هذي قلت يغازلوا حركة النهذا ما يكشي نحنا جردلون باش ما نبشوش نعملوا ربايون هو المقصود بالزمن المدرسي معناه نظام الحصة الواحدة من ثمانية المدرسي متلا زمن المدرسي اساسا وهو السينك واحد وثم من نجلوش نعملوا احنا شوف في المشروع سلاح الطرب والكتاب الابري اللي اكتشفت تسعين في المئة مسحافين مقرووش نعم تسعين في المئة مسحافين مقرووش نعم نعم وان لو كم الحمسة راح بالمرأة نعم نعم برش عقري الكتاب برش عابيناك اما زم قلنا احنا الصباح يقرعوا ايه عش نهار يفتر في مدرسة مهم وعشي يعملوا لان التلميذ تحق نعم نهارا تلت تحقى من شيش الأشطة الرياضية والثقافية مش العوف نعم ما تقبلش هيدا هيدا ما تقبلش نعم عارضه كل الناس نعم مش نجيو للمعارضة اللي قاها مشروع دكتور ناشي جلول سمحني دكتور لازر مش نجيو احنا المعارضة ديكا مش نحكيوا فيها في التمشي الحسن ولكن نعطيك الكلمة دكتور التعلق تفضل يعني مع الشكر لي وستاذنا ودكتورنا سيناجي لكن انا انا حاب نسهل الدكتور وهي فرصة معنا تهني ان نتفاعل معها دكتورنا العنف اليوم تحول من ظاهرة الى ثقافة اصبح يعني العنف تو ثقافة نجدوه حتى في الروضات نجدوه في المدرسة اللي بتبداية نعم نجدوه في الاعداديات نجدوه في المعاهد نجدوه في الكليات ونجدوه ونخزروله على اساس انه كون هو عادي اليوم بتجذر تجذر فينا نحودنا بيه يعني ولينا معنتها كانوا عادوا طبيعي انا حاجة طبيعي جدا نعم طبيعي جدا يعني تو تحول كما قلت تحول من يعني ظاهرة الى ثقافة والثقافة هذه قاعدة تجذر تقريبا في كل المجالات وانتم تستشرفون المستقبل يعني يعني ما هي الحلول السريعة تو اللي يمكن انه يعني نعملوها باش انه هال الثقافة هذه على الاقل انه نحدو منها خاصة وانه اصبحت غور المفلوم السلب معنا شوف اولا برجحواش اولا فيسبوك فما صح الفيسبوك في البلد هذي رهيب رهيب انا مرة انا 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 مختلف ما لا يحكي انا اجي بالشاب وحمل الامامي وحتى ما هذا اما يوصل هاتك عراض في لعبات انا اجي بالشاب انسان مناظر ومخترم وحمل الامامي هاتك العراض وثبات لان اخدامه شوف منسوب العنف الفيسبوكي رهيب جدا وفما عنف في البلتويت نعم مش فكرة ثم عنف التلابس ثم عنف البرنامين وسلسلة يعني احنا الشعب طبعهم على العنف ثم ترى العنف ولا فصل عائلة العائلة ولات عنيفة الاب اصبح عنيف الاب اصبح عنيف الولادة اصبح عنيف يعني الحل وهو الفراغ الثقافي اللي موجود في البيئة اولا الشاب في تونس وين تحب ويمشي ما عنده وين يمشي نعم شوف تتصور معناها مدينة كما السوسة اه كما من المنستير والمهدية عواصم حني ما عنده مش ده قاعد سينما عنده مش مسرح شوف تسامحني انا اقول وليه يرجع برشل التاريخ اللي غالب تعريف المدينة عندها فترة رومانية يجب تكون فيها امفي تياتر ومسرح وديون الموسيقى عطيني مدينة تونسيفة ثلاثة مواسسات هادو دكتورنا والحالو هاده والحالو هاده هذا مأذق كبير انت شوف انا سامحني شوف الجيل متاعي ربما انت قريب شوي الجيلي كنا في المدسة كانت عنا نادي المسرح ونادي الموسيقى ونادي السينما ونادي واحد وكان ثم الدبا اليوم اليوم فما فراغ شوف ثم زوز مشاكل البلاد هدي اوش اقولو علي اخوانش بسيرش فما فراغ روحاني عن شبابنا فراغ روحاني تحول التدين الى تخوص ها فما فراغ روحاني فين اكل الروحاني والفراغ الراحي اعطى انا سميتو انا الدين المدين تدعش نعم او الدكتور ثانيا سمى فراغ فكري فما فراغ الصغير ما عنده وين يمشي واغتلا انا قطلك الصغير في المعاهد اخو نقضه في المعاهد واغتلا هو طاقة تونينيرجي حتى قلبه مش كيفنا كي ما يتحطوش في ال السبور والسينما وكل بشي بشي العنف والعنف اصبح صغيرنا عانفين لان ما عطيناهمش اذا المجال للابداع المجال بش يخرجوا الطاقة الكاملة فيهم لان ما عندهم طاقة كتيرة دكتور بش نحكيوا احنا بالليف مش نوزالك سي اه دكتور اه طارق انا فقدت ملاحظة كانت نعم تفضل ايه تفضل هذه مسيلة البرامج البرامج اليوم والتوقيت المخصص للمواد وكثرة المواد سبعتاش المادة في البتدي نعم هذا يعني هو هذا محول محول حاجة ستخزة شوف الاصلاح تعم تسعين تسعين الاصلاح محمد شرفي المرحوم اللي يرحموه اللي هو رجل مميز لا لا شوف الاصلاح هذك اش عمل تسعين لا لا تسعين ومعناها سي محمد شرفي معناها صديق محترم عام تسعين اصلاح السامن الاصلاح اذكت عام تسعين كان كارثة في الحاجة هذي وهو حول مدرس من موربي الى شخص يزدي خدمات تعليمية ولا معاش عنده حق ربي معاش عنده حق ربي اليوم انتك اليوم انا زوجتي معناها استاذا تمتها من قريب الجامعة ولا من قريب كي تجيب نايا مكيه ولا لابس الاخصير الاستاذ يقول له عيب يشكيو به يعني وقع تجريت المدرس من دوره التربوي وتحول الى باع مزدي خدمات تعليمية ولا يزدوها في العموي ولا في التعليم الخاص ولا في التعليم الموازن ما احنا ولينا بلاد موازن يعني عنا بلاد موازن عنا بلاد موازن واقتصاد موازن وتعليم موازن صحة موازن اقنا عنا تعليم موازن اذا بالنسبة بالنسبة للتلميذ في المخالة تلميذ ما عادش مربي ما عادش عندك تراتبين المثلة رأوا شو؟ المثلة في البلد هذه رأوا عنا في ديارنا الشعب يريد وعنا في المكتب الشعب يريد تلميذ يريد والكل هم يريدون تراتبية اجتماعية شكرا دكتور شعب يريد حتى احنا نريد ان نخرج فاصل بعد اذنك اذا نخرج فاصل ثم انواصلوا مستمعين الكرام نبني الوطن برنامج يوصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للاتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي مستمعين الكرام ارجعنا لكم بعد الفاصل لمواصلة الحوار مع ذيوفي اللي هما الدكتور النجي جلول والدكتور الازهر البريكي اذا حول واقع التعليم في تونس التشخيص والحلول الممكنة طبعا نتوجه انا بسؤال للدكتور النجي جلول طبعا انتي توليت معناها منصب وزير التربية والتعليم في حكومة السيد الحبيب الصيد وحكومة سيد يوسف الشهد لا مقعتش برشا مش مشكلة ولكن كان لا لا مقعتش برشا ليانا السيد مش مشاهد فعود مش يصلح التعليم وحد يحارف وزير التربية المهم نحكي لمعالجة التراجع السيدك اللي يشهدوا قطاع التعليم انتي اخترت معناها تمشي يرتكز اساسا على نقطين معناها هي اعادة الجودة لقطاع التعليم من جهة ثم من جهة ثانية محاربة الافكار المتشددة اذا الهنية معنتها افكار متشددة والله انا هكا قريب عن علمانية متشددة نعم عن الاسلامية متشددة ايو وهذا وانا بش نسألك ما تجوابني عن ليه مش متشدد هو شوف عدم المعرفة والتصحر الثقافي الاسعر حتى داخل المؤسسات التربويات الجامعية يعطي يعطي محافظة يولي الفكر المحافظ هو السائد نعم السائد في المجتمع التونسي مش كان المجتمع التربوي وهو الفكر المحافظة عندك يسار يسار محافظ نعم زي العايش في عهد رفيق لينين العالم تبدل نعم عندك كل شي محافظة شوف المسألة نرجع لك مسألة هي إرادة سياسية نعم احنا اليوم انا انا عمان انا قلنا باش نعملوا ثورة في الزمن المدرسي وعملنا في كتاب لابيت نعم قلنا الصغير يدخل المدسسة السباح لان البو اللم يقرأ راه وراه وراه في مكارثة في البلدية دي نعم البو يكلت واللم تكلت نعم ما عايش عندهم معاقة له بصغيرهم وكي راه وحضها واللم تكونكتي والبو كونكتي بذب والصغير يعني رب يوينه نعم يعني الحل يزم ترجع المدسة تلعب جزء ادوار تلعب دور تعليم ودور تربوي نعم المدسة يزم تعود الاولياء لانا الاولياء ما عايش نجمه تسمى جزء من التربية ترجع للمدرسة نعم وستطيع نعم اخي الانجليز يربيوهم المدارس والمحاضرة نعم فمت معناها العرب بل يبعثوه للبادية معناها يقعد ما يقعدش في مكة يمشي للبادية بنات حاجة نعم احنا قلنا الولي يحطوا لدو سباح يقرأ السباح يفطر في نفس النحاب نعم وعملنا سيستام تادي كانتين تصور كامل عند كمكانيات نعم عملنا تصور كامل لكانتين تصور كامل وشترينا تفكر كاملات الصغيرات وجهزو وقلنا نبعث في كل معتمدي نعم وقلنا قلنا في كل مركز جامعي ممت يولي المركز جامعي طيب والعشية يعمل سبار يعمل سورة سبار مشكلة سبار كبيرة علش كبيرة لان تسعين في المية من مع لاعب بتلمدارس غير صريح انا توافط مع عشر عشرين رجل العمال تونسي اه يا اخوي تعملي تران تنسي وتعملي تران تنيس وتعملي واحدة قاعة تعمل واحد انت تستغلهم وقت مشروع الشراكة بي 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 قامت الدنيا وقاعدت مع الماركسيين المزال وعاشيين في عهد رفيق باكونين الخوصص ونشوفها في الخوصص هي الشراكة رأي وشوف لا لا شوف يزمنا فمو مجاني التعليم مقدسة اما التعليم الاخر يتناقش معناها عام سبعين انا كنت في الانترنت انا كوم كنت معناها ولد اوريي وفقير كنت ناكلب ليش صديق اللي قاد معايا بوه اللي بس عليه خلص وقتها ونلعيف فيها معناها وقت اللي يساهم الغني ببقدار لتحسين المدرسة هو جودة الخدمات المدرسية للمشكلة الخدمات وفي هذا الاتار اسسنا مشروع دول الخدمات المدرسية قال لأنا مش مسؤول على ما قاله بعد اما فكرة هوقت دول الخدمات الجمعية ماشي بالجداد هوقت الكروز في فرنسا ماشي بالجداد كان احنا ممشيش بالجداد العالم كل عندهم دواوين خدمات مدرسية وطرحنا شوف متنجمش تصلح حد شي ومتنجم تعمل حد شي ومتنجم تتعارك حد شي بسبعة وتسعين في المية من ميزانية وزارة طربي ماشي للشهريات ما تنجمش قاله شنون الاختيارة الاختيارة اكتتاب عام للطربي تعمل في تونس ويزموا يتعمل لأن المثلة حياتية مسأل التعليم مسألة حياتية نعم طبعا ثانيا اكتتاب وإلا وجود شركات مع الخاص أنا كسلحنا قرب على في مدرسة رمام من المدارس في شركات مع الخاص شركات مع الخاص يلزم شركات مع الخاص بدون المساس من بقدوسية مجانية التعليم أنا بصراحة ويعرفوا أصدقائي أنا أنا ضد التعليم الخاص نعم برسيب برسيب ضد التعليم الخاص شو ما فهم مزوزة خدمات نيزم شكونوا عندهم الخاص التعليم الصحة والتعليم لأن المسلمين نحن بلاد أنا مطلمين المسلمين يقولون أن الله الحق والموت الحق نعم قدوسية الحياة نعم والتعليم في خدوسة الحياة ولا تتبع وتتشراء والتعليم هاد مزوز مغرافق نعم معناها ما يزمش دكتور لازهر دكتور لازهر أنت كنت منذ حين أشرت للوقت أو الزمن المخصص لكل مادة تدرس والنقطة دي مهمة برك لو فيك ونحبو نرجعولها معناها الزمن المخصص يعني مثلا سنة أولى ثانية 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 مثلا وأحنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي وكذا يقرأ أربع ساعات عربية ويقرأ ساعة إعلامية شنون رأيك معناها ندخلوا في الحكاية هذه لأنهم بعد مش نطرقوا الموضوع تقليص الساعات العلمية ومعناها وزيادة الساعات الترفيه أو الثقافة بشكل نعم شكرا دكتورنا والشكر أيضا موصول لأستاذنا ودكتورنا سيناجي قبل ما نجي الجواب هدايا مش نسأل زوز أسهل في الأثناء ونخلله نعم تفضل السؤال الأول أستاذنا لما نركز في كلام كنت تقول أنه يعني نركز على المؤسسات التعليمية باعتبار أنه الأباء والأمهات يشتغلوا من أجموش الهو بولادهم لكن دور الأباء ودور الأمهات يعني دور كبير في تنشيئة الناشئة إذا كان مش يعني نستغنوا على الدور هذا وهو موجود اليوم من سلبيات يعني يلاحظه الجميع هذه المسألة الثانية هذه الدواوين اللي كنت الأسباب فيها الميزانية متاعها منين خذيتها معها فهمت يقال اللي عندي أنا هو أنه هذه أثرت على الميزانية المندوبيات في الجهات فأصبحت يعني كل مندوبية غير قادرة على أنها تصلح هالمؤسسات شبابك مكسرة ببين مكسرة سقف طايح هذا جانب باش نتركه لك باش نرجع لك الجانب للزمن المقدرة مخصص للمواد التي تدرس نعم أنا في نظري هدايا فيه حيف وفيه ظلم كبير ل هالمواد هذه اللي ما أخذه يعني سويا أكثر ولا ضرب أكثر ولا في نظري أنا الراوى أنه كما في بلدان أخرى يتواحد الضارب ويتواحد الزمن نعم 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 قويت الأدبية والفكرية وكل مبارشة العالمية وليش نقصه احنا ألمانيا قوية مش بمرسيديس أخوية بيجل وفوربير هم أركس لأنا أكثر دولة خرجت فلاسيون التاريخ أنا 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 خرجت مقال مشهور في تاريخ تونس وهو المؤنس والارهابي نعم وعملت عنكيت على نعم القاعدة في أفغنستان شدنا عندك مقيت حتى واحد رهابي قريب أضعف ناس أضعف ناس هم القارين كلية الشريعة مش ممثلين كلية الشريعة ممثلين كابة ونسنين نعم معناها شبت أنا طالب في داعف كلية الشريعة قريب خمس سنين في الجافة الزيتون خطيرهم سيجنيت لو حكيت حتى على أمريكا من 1972 يعني طلبت الهنس أخطعف نجيو هذيك قليق قريته المقال شوف لأنه في التقنية نعم في التقنية فهم الغالتو صحيح نعم طبعا مثل ماش في الوسط في العلم الإنسانية فهم الغالتو فهم التنسيب نعم يعني معلمناش وليه دا ينسب وإحدى أسباب العنف نعم هذي مشكلة مشكلة الثانية أنا ما كملتش احنا وقت اللي اقترحنا احنا نحكيه في تونس حتى الشاروكية اه شاروك احنا اقترحنا من المجلس المؤسس تفكر الولي واللي كنا نعملوا مجلس منتخب في المؤسس في المدرس في التلمين في الولي في نس كل نعم ونس تشارك يتور عملية تنشيئة الناشية التشاركية بين الولي لأنه زوز معنيين وعملنا وقلنا جمعات الأوليان نحلولهم كما النقبات عندها مكاتب الجمعات الأوليان عندها مكاتب قامت الدنيا وقعدت وانت وستاذه وتعرف ومعناها التعامل مع الولي بقليين كعدو لأنه شوف الوضع بالتعليم شوف سوف أولا أضعف أضعف شهريات في تونس هي شهريات تعليم وانتي طالبت مضاعفة أنا طالبت وأطهمت في مجلس وزارة بأنني خربت ميزانية الدولة بالزيادات وكنت طالب زيادة تكثر اخترت طريق وعرى واباقي القطاع يتحسر معناها شوف اليوم معناها أنا أخو كعشت في حياتي أنا عندي أختي الكبيرة اللي هي اليوم أكبر مني اللي هي المعلمة لتع قاعدة عملت باكبوليس دو فالفعالكو بعد مشيت معلمة نعم عندي واحد من العائلة عمل النفس باكبوليس دو مشيختي في بانكا ونخرج اليوم عنده روترية تبع عشر ملاي واختي دخلت معلمة خرجت معلمة ثم مشكلة كبيرة في التعليم وهو التعليم عالي أبرك تبدأ أسيستان وتكلم مستان تدبل فهم مشكلة تبعيه أستاذ متميز راو شوف راو شوف شهريت تعليم قطاع غير منش شهريت مدير لا لا شو شو قطاع منش سبا فري منش للإنسان فماش إنتاج أكثر من الإنسان وهذا وهذا الخطأ هو قطاع منش اليوم كنت شوف المنحة تم مدير مؤسسة تربوية تقوم تضحك ما نخدم هايش أنا مية واربعين وثانيا أنا وقت اللي اقترحت تفكر اقترحت مدير مؤسسة يولي أنت يولي تولي خطأ أما مدير مدير عام المدير مؤسس مسكين الوزير يعطي فيه في الحس والنقمة تعطي فيه في الحس معنا أنا جيون المدير يقول يحمينا نعم يحمينا معناها في العالم الكل في العالم الكل هي خطأ أنا أشوف الاقتراح اللي قمت عليه الدين وقاعدت نعم أنا أقول النحي والنظر ونحطه كاتب عام يعرف لدارة نستسمحك دكتور بلاي معناها 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 شوف شوف أنا صاير في الطربية نعم صاير في الجامعة وصاير في الصحة وهو أدلشت لأ احنا تغنسى من الجين يازر يازر من الجين يازر والعركاتنا كل هيدولوجية نحيو الهيدولوجية ويجي نحكيو نعم يجي نحكيو كمدرسين إذن 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 نتأسف أن يقاطعك دكتور دي من قاطعه فيه إذن لأحشيك تبركة لعليك إذن نخرج وفاصل مستمعين الكرام ثم نعود لموصلة الحوار من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يوصلت الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للإتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام مرحبا بكم نجددو لكم التحية ونوصلوا في حوارنا مع الدكتور ناجي جلول إذن دكتور أو سيد الوزير السابق وزير التربية والتعليم يرى أنه من الضروري التقليص من الساعات العلمية على غرار الرياضيات والفيزياء والعلوم مقابل زيادة الوقت المخصص للمواد الترفيهية كالرقص والموسيقى والرياضة وذلك بهدف معناها خلق طفل سعيد متوازن يعني أحنا طبعا ما يخفيش على سيدك دكتور أنه أحنا توفي زمن الذكاء الاصطناعي والأعلامية وزمن المعلومة أعليش أحنا ما نزيدوش مثلا من النوادي العلمية يعني مثلا النوادي الأعلامية نوادي الروبوت نوادي الذكاء الاصطناعي وهذه زيادة الطالب ينجم يفجر فيها الطاقات شنو معنا شنو سامحني 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 سامح الموسيقى ما يشتر فيه نعم الفرابي كتب موسيقى الكبير نعم ومعناها اليابان قوة اليابان اللي علمه صغار الموسيقى الموسيقى الكلاسيكية الموسيقى الكلاسيكة اللي بريسك ماتماتيكي نعم وفي آخر المطاف الموسيقى تقرأ أمي ابن بيسلط كتب الموسيقى الكبير اللي هو معناها الموسيقى ماش ترفع الموسيقى الموسيقى تعلمك نعم شو تعلمك الدق تهذب الذوق تعلمك نعم تهذب الذوق وخاصة تعلمك ترتب أفكارك نعم شو عندك زوزح واج يشبه لبعضهم نعم ويعلموك ترتب أفكارك بصفة لشعورية وهي الرياضيات والموسيقى وشبه لبعضهم نعم يشبه لبعضهم شوف كي تلقى تالى بتميز فريد تلقى بيه في الموسيقى بيه أنا شو قلت 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 في تونس في تونس قلت مظاهرة غريبة جدا وخايبة برشا مكش بايه في المات بهي ممساتك ومفاشل حشيك حشيك ليه يعني يقولوا مكش بايه في المات مكش بايه في المات ملكة ملكة نعم فما ش كنا اعطاهه journée في القرية فما ش كناهله في التجارة فما ش كناها اعطاهه له في الكرة نعم فما ش كناها اعطاه له فالسرقة ومنتزعات أسمى أرساليبان متعرف سرق محترف نعم ربي اعطانا ماهو بشأن الدورة دورة مش تسبله تسقله وتهزه نحو تدعي بالملكة متاعه هذين هو دور المدساه نعم ما تنجم الدور ساه كان بال بالبلسة الحكية وفاهر مدس المختصة احنا في تونس يحفظ في المادة احفظ 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 انا 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 بعثولي تصاور نعم تا ام تقريف والدي هلولد يبكي ولده هلولد يكرهمه يكرهمه رغم ها تكونش فكرة رغم التلميط في الفماري باعت نفسني لي حذر يحذر في حوجت باي يسامحني يحذر في المحفوظات ما شه نعمل له المحفوظات؟ ما نجيب له حات شاية من محفوظات عين، المحفوظات مش مات رب لا 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 ما أجيب حات شاية المحفوظات وانما ما أجيب حات شاية توا سومبيلتي وحبك بوحبك طيب على قليل قريوه المتنبي وقريوه شعر بهarth تعاملوا شعر به شنون الحكاية على قليل قريوه شعر راقي وعنا شعر راقي عين نعم يعني يقريوه بناها فئة على القناة احنا كيفاش نقصوا مساعات العلمية ونجدوا وكذلك اشترك الل reptilian in two neas for example العربية وساعة الفرنسية الساعة الآنجليي ل Excellent أنت تعلم لغة في المقرب فعني وكان المقربة بالكيفية اليوما مع معناها ايجا مكنوش متحجرين وفهم 17 مادة في الابتدائي سا مبوسيب 17 مادة في الابتدائي راه نقصوم 17 مادة في الابتدائي راه وراه شوف فرنسيس يقول لكلمة كله ما هوش في الابتدائي راه ثاناو نعم شوف الخدمة الكل مش تتعمل جزمات تعملها احنا المشكلة بتاعنا في الابتدائي نعم دمرنا الابتدائي نعم قلت لك دمرناها اولا بصراحة ما انا جبنا معلم من الجامعة غير مختصة في تربية الصغار معنا شو انا اعطيك حاجة صغيرة احنا وقتا لها عملناها الشهادة دين بالتربية والتعديم عملنا لها معها بالموازية متاحها عملناها في البحيرة بنية وطيعة بوانس كل بنية المركز الوطني ثربت تعلم نعم على خطرها هو التدميذ المتوحد نعم فكيه طبعا لا فكيه هنا عارض فكيه نعم اما يفو لك كومبانين اه التلميذ الديسليكسي كان عنده عصر الخراعة نعم عملنا هم بنتوه هاك تسكروا بعدين انا تسكر لانهم جابونا جزلول للأسف الجديد عنا معاناة كبيرة قلنا نقسم المواد وانجار بيانا مواد اما حكاية الذكاء الاستيناعي نعم حكاية الذكاء الاستيناعي نعم وزير الاستاذاني قال لي نعرفه وكان عندك مشروع متصر رقمية اللي اقامت عليها مقافل اه ماش نحكي عليها هيدي هو الذكاء الاستيناعي يا رفضوه ترفض ولا نكتب وليت وزير الطابليات في حقينا لعالم كل مش هذا الذكاء الاستيناعي العالم كل انا خرجت مع دراسة استركيك تلع ذكاء الاستيناعي حكاية انا اتبارش معاناة ذكاء الاستيناعي معناها العصر الزين جاي فما 60% من المهنة مجلتا وشترون قرد نعم فعلا ايه توانسة فياقين بيه هذا ما وربما توانسة معتها المعارضة اللي لقيتها انت في الموضوع ذي انا لقيت عالم بيولوجيا كبير الكلب الفرنسوية في اليابان نعم تعارش شنين البوتازي اللي اختم عليها نعم يداوي الموت يداوي خلي بورموها بالفرنسيز خليلي بورموها لمرت من ساب الملادية يداوي الحبيد ابو النوت يداوي في الموت كيما ابنه فرنسة اللي حلم بشي طير الدكتور لازهر يعني الدكتور لازهر السيد معانتها يحب يداوي الموت معانتها نحبك لو تعلقت هموت المريء بما وراء العرش لانا لي هي مشي وراء العرش دكتور هذية اسمع لشي اتفضل دكتور شوف لعل الفكرة اللي عند السيد اللي يحب يداوي الموت يداوي الموت أو يداوي الموتة نعم نعم احنا في دولز خن دويها لا اخذ لك الكلمة بتاعي واحد هاو الدلالة بتاعها خبنا مشيه الدلالة والشانج هو قراري بالسوري هو دوت فاصان بالنانو سيانس هذو سلسوش الجيل اللي جايب هذا مشي عيش 300 عام متين عام راهو هذي علمي هذي هذي امور واحدة اليوم فما ثورة قاد تصير بالذكالسطيناك وهو السلسوش فعلا يخدمه السلول هذو ما يسمعه لنانو سيانس هذا راهو ما عندكمش فكر هذي علمي تكنولوجي لو تعلقت همة المرعي بموارا العرش لا لا له ليش مسألة عند فلسفة الإسلامية الانسان الكامل هذي كمعية علميش جدودنا اجدادنا وقتلنا تكلموا بالكلام هذا لم يكفرهم احدا ما كفروا هم جدودنا ابن سينا وقتلنا تحط على الانسان الكامل سينا وقتلنا واجدودنا وقتلنا عملوا أشياء ما تعملش ما كفرهم احدا تقول ما عارك تب معارس وارك تب معطر ايانه ما 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 كفروت اليوم في تونس سما زو الظاهر شابوا البعض مخترين في تونس التخوين والتكفير وكي بعد نعم يعني تعمل حاجة تولي خأل نعم والسيادة الوطنية تغيرها مع العالماء ما ناس سيادة الوطنية اليوم انتي فرنساوي يدخل معمل امريكي يدخل معمل متاعه ما عارش كون يملكوا يملكوا اكسيونير في اليابان شو مفهوم السيادة الوطنية تغير انتي وانت تعمل حاجة اوه السيادة الوطنية اما هي السيادة الوطنية انت شعب يطلب في الماكسان وانا سيادة الوطنية تنطبو فيهم الماكسان نتسولو بعد حكاء السيادة الوطنية معنا يزينا من الخطابات الخائبة يجي الرب بولادنا اترمو شوف بلعبت في الطربي انا لعمل اختار الاتصالية انا كان عندي برشة اختار اتصالية لان عندي برشة يزملي نظم روحي في الكليم لا لا شوف اثبت علميا وانا قريت برشة وزح واش كنت نقول لهم الاستاذ قال ل العضو اكثر اول عضو يكتمل عدم السنه هو الدماغ متاعه مخلوق. نعم. يكتمل اسيسة طب. هدي سالة الطب. احنا مكتل خمسة سنين ما عندكش نحطو فيها. نعم. حطو فيها ما يتحطش. وعنا التحذير يا عنا في تونس كارتا. نعم. قلنا نعملو السنة اولى تحذيرية مش هناك ولا لا. ايه. اجمعتو تيكا ما عجبتهمش الحكاية. لانهم ما يعملوا فيشي في الدفاع. ايه. 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 ثانيا. قلنا اهوناي وخراوه في التابلة بداية. مسألة. المسألة اللسان التدريس. مسألة جوهرية. لانه نتفكر فان دي بام على سادة. هدي حكاية يحرق بالمات بالعربي ومعني بشي الفرنسيس. اه الاضطراب اللغوي عند ولادنا وعند سادتنا وعند التوانسة. نعم. لالاند اللي هو محتص يقول نحن نفكر بلغة. احنا الولاية في الدار ما تكلمش العربي. والغلقة الكبير انت الميتود انت جرال اللي عملوها في الطرابية. وهو يحفظ الجملة. سبيا انت مش للفرنسيسي. انا بتكلم فرنسيسي. انا بتكلم فرنسيسي. انا بتكلم مش فرنسيسي. شوف. نهارة نقتنعو. نعم. بتكلم هيدي نهارة بشعبت شمسي. بنا العربي ليست لغة ام هي لغة رسمية. نعم. نقتنعو بهذا. نعم. هي لغة رسمية. يعني الصغار. اخي انتي في دارك بتجي تقبله امك صباحا مساء. ما تخلوه ع السابة un ma gm voisή. انا ما احني. الان تقول لي عام ط Cin am вы امي. دارك ما تكلموش عربية. نتكلمو خليط. شوش تكلموه? نتكلموا خليط؟ احنا لا هجه التونسية bees 30% من لاتيني. نعم. تأثين من لاتينية باكوس وفرقوس كلم لاتينية وكلهم لاتينية ادم. فيها الفرنسي وهو يا فيه البرتوغالية فيها التركية خليط كيش عمي كيش كيش يو كي تونسي يا تكلم. العربية اما لغة العربية ما نجموش многие نرسوا بها درج اللي انا ما عنداش قواعد والانسان يتكلم بلغة مكسرة مخوط معنا التفكير يكون مكسر اذا نخلق مسل التوني ويكون عن الشجاعة اما نقاروه كل بالعربية ولا قاروه بلغة اخرى وانا عقبته سياسيا وفقين في حكاية الباساجة الانجليزية حكاية الانجليزية قامت الدين وقاعدت وجزء من ايداتونس الفرنقفوني طالع بابي رأسي نسمعت ايداتونس ما عاش بتمش رأوا الحكاية نس كل ما عاش بتمش الحكاية باستنسان مشيه تفهمت السيدة رئيس على يرحموه قتلوا مليار وخمسمائت ونصف بشر عند مالانجليزية نعم بعد مالانجليزية اونطان كولان اللغة صوته تجي ااااااا وا TP process الثالثة تجي إسباني الرابعة العربية الخامسة الفرنساوية العربية ملوغة مستعملة في العالمات من الفرنسية 95% وأكثر من المجلات العلمية المحكمة بالإنجليزية نعم البخت العلمي بالإنجليزية قامت الدنيا وقعدت والفرنسية يريد يشوف تعرف تسمع مي كاتباسين عندو كلمة مزيدة يقول الفرنسي تنبودين دو غير يعني غني متحرم خلييني استأذنك شوية من وقفك شوية دكتور مش نسهلك فهمتس دكتور طارق هذيك مسألة المي الموت وكذا هذيك راو فيها دلالة أخرى وبعد أخذ يعنتها أنه راو والعلم ليس له حدود هناك جماله يشتغل على كذا المسألة اللي حاجتي بيها أنا تويك دكتور نحب كلم فيها وتشاطرني الرأي لا ترى أنه التعليم لما يعني تعلق بالسياسة ودخلت فيها السياسة ودخلت فيها النقابات وانت النقابات هي تسمي وهي كذا والعزاب سبب رئيس هذا في أنه التعليم سبب السياسي وما بديش بعد الثورة تسيص منظمة التربية بدي أقبل الثورة بن علي سياسة أنا أعتبر أكبر كارثة بن علي كانت عنده إيجابيات مجتمع تونسي كل هذا عنده إيجابيات وسلبية أما خراب المنظومة التربية من أساسة لأساسة تتحمل مسؤولية فتاة بن علي أكبر كارثة صارت في التعليم قلت لك وهو اعتبار المدرس كمزدي خدمات ثانياً ما عادش أولوية وطنية تربية ما عادش أولوية وطنية من من سن الفتاديك ثالي سن سمى فكرة تتعاوض برشة في الجامعة وأدى ذرت بالجامعة وهو التشغيلية والليت الجامعة تكوين ماني معناها الجامعة التونسية والليت لعد تخرج أنشتاين لعد تخرج متنبي لعد تخرج الجاحب تخرج تشغيلية كم نخلك الأستاذ تشغيلية الجامعة دورها مش تشغيلية دور أساسي الجامعة تعطي معرفة وفيما بعد يقع تكوين للعلم بالمعرفة الجامعة هيمة شوف أكبر كيف صارت في عد بن علي سمحني بكلمة وهو علاقة تونسي بالمعرفة شوف كيتحوس في القهرة تحوس في دمشق تلقى في الشرع الرئيسي المكتبين نحنا في تونس تلقى في مكتبك كتاب بتخبية سبعين في المئة متواصل يخلك بقريت حتى كتاب علاقة التونسي بالمعرفة على علاقتنا مع المدرسة وهذا يترجمه الجيل من عام 90 وارجا نعم 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 إذن مضطرين نخرج فاصل بارك الله فيكم إذن مستمعين الكرام نخرج فاصل ثم نعود لموصلة الحوار من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي مستمعين الكرام مرجعنا لكم كيفما يقولوا عودنا والعودوا أحمدوا لموصلة الحوار مع ضيفنا العزيز الغالي اللي هو الدكتور الناجي جلول وزير التربية والتعليم السابقا دكتور كنتم في الفترة اللي كنتم فيها وزير التربية والتعليم كنتم معناها خدمتوا على منظومة تقييمية من أجل طبعا إصلاح التعليم ثم جيتوا بمشروع المدرسة الرقمية والحقيقة هنا أنا معناها نعمل على رحابة صدرك وذوقك الرفيع لأن المدرسة الرقمية معناها قلتوا أنه وقتها مش تعتمدوا الطابليت ومش تعتمدوا كذا وكذا لكن يبدو أنه معناتها فما جيهات احنا عنا في الشمال الغربي مثلا وتحية ليهم من إذاعة الحياة فهم يعني ظروف تضريص صعبة شوية خاصة في الشتاء وخاصة في كذا وفما يعني الحقيقة هاو نعطيك الحقيقة وفما معهد هاو يعرفوا حتى الدكتور الأزهر البريكي هاو يبعد يمكن عشرة كيلومتر من هنا سنة كاملة بدون كهرباء سنة كاملة هاتوا صدق ذلك سنة كاملة بدون كهرباء ومبعدين سنة معناها بالحبة بيت ودرج نوة بوس عمك بوس خالك باش دخلوا له سنة فهمتني؟ بضبط أعداد ديت الخضر القيروين الجنوبية إذا نتوه هالمدرسة الرقمية هذية كيفيش النجموا أو كيفيش كنتم هالحلمة هذية كنتم تحبوا تطبقوها في غياب معناها أبسط معناتها الإمكانيات فما مدرس أجلك الله وأجلل مع انتها السيدة المستمعين ما فيهاش ما معناه ما فيهاش معتها دورات مياه طعم بالشعبوين طعم بالبيع فسر لي شفت تليفون هذا هذا فيها انترنت لحاشته لابضو لابضو والناس الكل عندها التليفون الذكي الناس كل عندها التليفون ذكي واحد غني يشري مكتب الولد بخمسة ملايناك الورق الغني واحد فقير يشري مكتب الولد تليفون بربعين دينار فيه الانترنت المدسة الرقمية معمولة الفقيرة مش الغني خطأ المدسة الرقمية ناجحة في بلدان أفريقية ناجحة في بلدان أفريقية نعم يقرأ بذل يقرأ تحت شجرة مو بذل يقرأ تحت شجرة شوف انا عملت خدمة كاملة عن لاربوريسو 4.0 تنجم الوزارة توفره تنجم توفره التليفون على المدرسة يعني الثورة الرقمية كات بوان زيرو كلة البلدان الفريقية تنجم احنا ما عاشت نجم ونتعداوا بالثورة الصناعية ما عملنا هاش قلنا نعملوا شقة عربي للثورة لبعد شوف المدسة الرقمية عملنا لها كل الامكانية النجاح اولا عملنا عقد مع ثلاثة مزودين وعقد غالي عملناه لتعميم الانترنت في كل المدارس نعم صار ما صارش بعدينا منش مسؤول طبعا ثانيا احنا وقت الان وزير وبرش عبد ما تعرفش هذا لانا ثمت عتيم اعلامي على النجد اللون وهو صنفتنا هيئة نجدة طربة في هاية الممو المتحدة اللي كانت رأسها جولدن براون نعم صنفتنا بلد رائد في الاصلاح الطربوي وكنا ادخلنا المسابقة مع برشة دولة عند امكانيات وربحناها نعم ملحدة في البلد رائد وهديك تعطيك اعطيتها منحة كبيرة على من تولى الوزارة بها دي مظهروش يمشي ياخدهم الفلوس دي انا بتنجلوا ثالثا وصعد اتفاق شبه مبدئي مع الصينيين باش تبليت تصنع في توتر هالتبليت راي مش شوف هذيك هالتبليت رايو اللي مش اقلبها يصير انا موان كومبليكيات تذاتيك فما الناس عندهم مشكلة مع التعامل مع الصين فما الناس رواية بلورا فرنسا حتى المصالة بتاعها في الصين نعم وفاقوا بها في الكوفيت وامريكا الجيش الامريكي بدل بتاعها تعملهم للصينة واحنا بزالت عنا مشكلة مع الصين يتدخل ديما السياسة حتى في التعليم ايه مثلا انا جدار برنين تاحمك العام راه نعم واتفاقات يالتا تاحت في المد نعم لانا مش فاهمينها لان العالم كله هو جيو بوليتيك العالم كله هو جيو بوليتيك انا مش فاهم جيو بوليتيك وتعالف العالمين وانا فاهم شوي جيو بوليتيك خنكمل انا برا بخن بتنتباهي في كلامك نحبش نفوتها معنا ربما يعني ننساها ولا نتنساها تقريبا في ثلاثة كلمات عربع كلمات دخلت يعني ديما تقول انه عملت مشروع كذا كذا ولكن راو ما مشوش فيه ولا ما قبلوشه نحب نعرف هل مشكلة فعلا مع رأسا مع كنتي كا استاذ دكتور وإلا مع العلم والمعرفة والتجديد والتطور المشكلة كانت شوف كانت العركة الكبيرة وانجرت عندها المعاركة الفراعية نعم العركة الكبيرة كيبا قالك الشيخ حشتنا بوليدهم شكوني ربي ولا ولاد انا حبيت ولد التونسي يطلع يطلع تونسي يفتخر بلغته يفتخر بلغته يفتخر بالحساري يفتخر بشيخ فارب العشور كما يفتخر بابيديوس ويفتخر بسانت اغوستان ويتخفر تغفر ثم ناس نعتبر نحبه ويطلع يعتبر تونس أمة ثم الناس يعتبرها قطر تغذية تغذية الشعور تغذية الشعور بالهوية تونسي ثم مشتة بين احفاد احفاد حنبعل سميه ما نحبهم احفاد على الابان ثم الناس اعتبرنا حلاف احفاد عبد الناصر ولا احفاد حسن البناء انا نحب الولايات اخرجهم لا احفاد حسن البناء لا احفاد عبد الناصر لان اعتبر الشعبوية مثل الفكر القومي كانت كارثة علينا واخنا اخذينا توازع العركة هذي كغادي صارت والعركة صارت ما بين نجلو اللي كان موجود في حزب يعتبر رفسه حزب عنده توجه من اي مرغم انا كنت مخترب في سنيدته هذي الحركة العوروك الفرعيه جات بعد لان في اخر المطاف الناس اللي طالبت بيقالت انه جلو وتعرف ايان المربين وك الخطاب التعيس يا جلول يا حسنة يا جاك الرجالة لا معديش مشكل مع الانثار لا لا اتقال لا اتقال وهذا المربين قالوا ها على فكر هذا يرى كلام لابد ان ترفعوا عليه لكنه اذا كان واحد يعني في مستوى معين من العلم المعرف ويعتبر نفته هكذا يعني يوصل للدرجة هذه طرحة قال قال. ده متاحيه عالعنف فعلا. ولا هكيه علالة التدني الاخلاق. هذا عنف. هذي تلاوث هذا. هذك هوني. والتلاوث ولا اختلوث ولا في بررامين. معناه شبت حكييتيا التطبيع مع العنف وتطبيع مع التدني الاخلاق وتدني القيم. طبعنا مع ذلك كله في الجعب الطمسي. ولا ثقافة معنا. ولا ثقاف ولا ثقافة. ولا السف شديد كي يكتسح معناه معبد. معبد مقدس للمعرفة والثقافة والطربة والاخلاق والقيم هذا تعلمت فيهم انا تعلمت فيهم جيلي تعلم فيهم معناها صار هذا كل اولى النجلون لانا في طبيعة نجلون لانا انا خذت معارك في كتاباتي معلوم انا خرجت كتاب على الرباطات ونشط التصوف في تونسي خربته لهذا ربما الخطر للقب متاعي جلول معناها من الجينانية معناها من عبد القدر الجيني ما اسمينا نحمل اسم التصوف في لقبي العائل دكتور اعطيني انتي اعطيني خطوات الاصلاح اعطيني احنا خل نكونوا عمليين اعطيني خطوات الاصلاح فهم الناس مش عدوه مش لبان في السباح بل 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 هذا فهمات مش سير بقى لبانة ايه فهم الناس مش عدوه مش لبان في السباح الثمانة اللي انا كي تعمل لبان الافروباتيزاي بالواحدة كي يجي ثمانة هدراش تضرب عن الوزير فهم الناس ايه ماذا اذا شوف صراح اعطيني انا ايه كيفيش نجاوز العقبات ايه انتي ايه ايه انتي رجل سياسة وفعل في البيان اعطيني ااختيني شوف ايه اتفضط طبعا طبعا اتفضط طبعا انا 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 مشيت في السين وقابلت وزير دا بيش قولك ها اول بقى قابلت وزير ساني قلت له عليه معاتي جيو لتونس نعم باهم شا قال لي نعملوا الاف كيلومتات بش نشيروا حاجة اه ارتزانة مسنوعة في السين نشراها وصير خير لي. حاجة ثان. اسألت وزير يبان. نعم. قلت لحاجة ماش جيو. تعالش قال لي. هاو طبعا بارش عباد مش نقوده مشتد. بلادكم مصخة. بلاد مصخة سمحني. نعم. يهكا ولا ليه. ده انه عانا مشكلة مع البيض. لا ليه عانا مشكلة مع التكاركير. نعم. فعقابة العملة اللي كان المزعة تعطيها. اليوم التلميدي عنده شوخ بلا احنا تتربينه بثقافة العمل. نعم. اخدم. اخدم. اقرأ. وقرأ للصباح. وتقرأ. توا ثقافت النوت كيف يجيبو النوت. سمحني احنا كنا حين 50% نعم. وانا فخور نحي ده 50% نعم. طارق بال 50% شك كان يعملوه. نعم. يطر عام ٣٩. يطر ينحي ولادو. من الملسسة العمومية ويبعثها للخاس واني يكلولو. نعم. وقتنا حين 50% انهارت ولد الفقير. نعم. تعرف قد نعت سنوات ولايات داخلية. نعم. ما تبعدش طالب للطب. نتيجة هذه الحكاية. كي نحينا فنشوف انا فمو تحوز و تحوز افتخر بيه من نحيته. نعم. نحيته 25 مميلي انا كانت كارثة. نعم. كان ضد تكف فورص. ثم حاجة اخر نحيته وراجعونها بعدي. نعم. وهو فصول اقسام الفصول. تبا نورمال. في الريف اللي بتحقي عليه انتي. ايه. يخرج سنة اوله وثاني وتازه. في نفس الفترة. في نفس الفترة. نعم. سمعني. نعم. معناها ورد منار وولد سوسة وولده انا انا من. نعم. نعم. يقرأ ست سنين والاخر ود سليانة. وثم ظهرها شائعة جدا. نعم. في العلاقيتها نعم. وبعد تصروا على ناس مثل انتحار في العلاق. نعم. 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 على البالك العلاق شفاها سيدين. تحية. 80% في العلاق. 80% في العلاق. 80% مريجون فيه معناها. نعم. معناكم احصائيات يعني. عملتهم الاحصائيات. عملتهم مقال. نعم. بالليه يا دكتور نتفعل ماكف هنا. بالليه سمحني. الهناء انتي قلت ثقافة العمل وثقافة العمل. وانا هذية بالفعل معناها موضوع يعني. بفرد. 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 هاش عالم الاستاذ النقب. معلم نقب. عناستشنة. نعم. هاو تقرير محكمة الحسابات. بعملوش نجاة. وعملت عندك في المنطقة الحضارية في قبصة مجموعة هامة من المدرسين زائد عن نصابة دي كارثة في الطربية. حربتها. نعم. وعندك في المنطقة المناطق الريفية النواب. نعم. وعندك نيبي قريب البكالوري. نيبي قريب البكالوري. وهذاك عليش قبصة هي اخر واحدة. نعم. شوف ايه. انا انا قلنا. قلنا. قلنا النواب اللجناة عليهم الشعب التونسي. وليجنات عليهم الدولة. وحقهم يتكونوا. يرجعوا للتكوين. نعم. معناها شوف كيما مرسدسكي تخرج كرهبة فيها. مشكلة رجاح للمعمل. نعم. رجعوهم للمعمل لتكوين. نصابه مش ولادنا. قابلت تكوين. جت نقابات خارف لا هاوكي خارج تجير خارج. ايما هو هناش حابيت نسألك انا. انا شنيل عركة لا صارت ويهنت مربين. نعم. عندك بطلبة تقريبا نعم. شيف رهنا خمسة لاف ايجازة مرادية تاورس الامل. نعم. فما فيهم بالرسمي مريض. نعم. نعم. اما كان تسمى واحدة قريت هنا. نعم. اه. واحدة مال وحالة 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 مترجمة قدام للوزارة. وما بعدش اللي بعيد بارك. نعم. نعم. تسمى عندك الاستاذ قدام للدكتور. اه. العمل الاداري. نعم. نعم. انا اني شكيت بطبرة. شكيت بورشة طب. نعم. وقيتهم في النيداء وقيتهم فالنهضة وقيتهم فالجبه. شكيت بهم. اني شكيت متطبعة.عط رئيس. حالة بمشكيت بهم متطبعة. شكيت بهم متطبعة. شكيت بهم متطبعة. وولا ولا كيجي في اخرج شهد امرادية وفروت مزาف ططر في encontraفية بعد عليها. عندك وعندك الكرس التاليسة وهو الزاد العنيسodus Air. نعم. انا وقتلك كنت وقلته السيدات شو نجيبه؟ توزيع غالب معنا؟ أنا فهم سمعني معناها فهمة واحد كان في 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 را فريس كولير فرغوني مدرسي بتادي امتريب جندوبة جيت نزل عليش قالوا لي سمى واحد أمه مريضة بالسكر دو جرام تانا عندي خطلوكات الجرام ونبس عليها معناي كي توصل والنزل كل خلط عندهم قناعة تحب تنقل مشي نقابات نمشي شروزير العركة اللي صارت ما بينه والنقابات ما احترامني النقابات مشيت للتلبزة قلت لهم رأيهم مكتوب عليها الدولة جمهورية تنسية ووزارة التربية مش مكتوب عليها تحادي عم توسي الشغل ما عنديش مشكلة معنا اما يا أخي تشوف وقلت كلمة كبيرة قلت لهم انا ما نحبش كوني شاركني في مرتي وكرسي الوزارة كوني شاركني فيه ووسي السلاوتي اللي هو صدير قلت له براب يكون وزير مش نفس وزير فما ناس نقابات التربية او جزء من نقابات التربية تحب نص وزير تحبش وزير كامل يعني يا اخويا سانست في قسمي نحكم وسانست في داري نحكم نعم وسانست في كرهبتي نحكم ومن حبش كوني خاصط هكا كانت لاني انا كنت وزير اذا جايين وهذه الموضوع النقابات وكذا خاذ يقولولي ترتور لا لا حشيخ احنا ما نقولولكش احنا ما نوصلوك ليه بقطلك لا 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 فما ناس زادة تحترمك وتقدرك وتحبك لا الاقبل باش قصتو ساخذبه ترتور مش الناس الكل تقول هذه هي فاثلة اذا انزلوا الناس منازلهم نعم انزلوا الناس منازلهم اذا مستمعينا الكرام نخرج وفاصل ثم نعود لموصلة الحوار مع ذيوفنا الكرام شكرا من الجامعة نذن الوطن من الجامعة نذن الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للاتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي مستمعينا الكرام ارجعنا لكم بعد الفاصل لموصلة الحوار مع ضيفنا الدكتور ناجي جلول وكذلك مع ضيفنا الدكتور الازهر البريكي لحقيقة في الجزء هذه بش نحكيه على دور ربما النقابات يعني احنا عنا طبعا احنا عنا الاحترام اللي نكنوه للمنظمة وتاريخها وعراقتها الى اخره مش هذي موضوعنا ولكن الهناء مثلا انت وانتي مثلا فما قانون البلاد فيها قانون كتجي انتي في مدير وهذا داخل في اطار اصلاح التعليم يعني لما ترد انتي قيمة المدير وسيطرته على مؤسسته قيمة المعلم وقيمة الاستاذ قيمة معناها كل واحد يشتغل الناظر الى اخره في المعهد تجي انتي مش تمرر قانون ولا كذا معناها تستدم بنقابات وتستدم بكذا اللي هي معناها تيقف ربما في صف شخص معين وانا مش نعطيك مثال حيب صراحة باش منكونش معناها نظلم اي طرف يعني مؤخرا فما مؤسست جامعية حابة تطبق قانون الاقصاء اللي هو انا خدمت البره اللي هو قانون موجود في العالم اجمع فما مادة تفوت فيها نسبة من الغيابات تقصى من الامتحان فقاموا الطلبة معناها وعملوا اضراب وعملوا كذا ووقفوا الكلية كاملة ولا للاقصاء لا للاقصاء كيكا معناها مع انه هو قانون الا ترى الدكتور ناجي معناها ونعاود ان نقولك مع احترامنا معناها للمنظمات الكل الا ترى انه هالمنظمات هذه تتقهقر شوية فاسحة المجال لتطبيق القانون انا شوف نعم احنا في تونس اخترنا النظام بي جديد يعني تعمل دكتورة جديدة معاش دكتورة دولة وبعد جي تأهيل جابعي نعم بك انا في جامعة تونسية وانا من اول ناس رعملوا تأهيل جابعي نعم القانون شي يقول لك الاختينها معناها فرنسيس معناها يقول لك معناها كتاب نظر يدو سنتاز كتاب نعم ويقول للترتاشر ارتكل في مجالات محكمة محكمة نعم نعم احنا شعملنا نحينا الكتاب في تونس تحت ضغط نقبات نحينا هي الكتاب نعم وترتاشر مقال عنده ساحبه وراه مجال اللي يقوله بربها كل مقال ويتحط بعدد نشر متن شرش نعم يعني وبعد الثورة ولئت التأهيل الجامعي دورة شعبية الناس كل تتعدى نتيجة للنغط ضغط نقبي نعم ايه سمحني كيف كيف اليوم فما نقابات الطلبة تمارس في ذلك انا شوف انا ضد انتخاب رئيس الجامعة ضغطيك بصراحة نعم انا ضد انتخاب رئيس الجامعة في عهد الاستبداد نعم يحط رجل قيمة علمية نعم قيمة علمية اللي يرحموه نعم قيمة علمية وقيمة وهذا نعم جاتني طالبة منعرفيش قيمة ربي تعطيني نوت شمعاتيك نوت يتبخريش عادي شمعاتيك نوت نعم نعم راهو الكارثة العملية للمديه ما عندكمش فكرة نعم نسبة التغيب في الكلية رهيبة جدا نعم انا مرة كده اهم قير رفولك اش تعمل انت كمدير مؤسسة هاكم تنجيمش تصالي اش بش تعمل خلي قير رفول تخلي مؤسسة واقفة اش تعمل انت طو هذي قرار دكتور خناتك خناتك معلوم القرار هذي على اصدر على مجلس علمي فما رئيس فما رئيس رئيسة وزارة فيها بريطانيا اللي رجعت براين لازمتها نعم هذول 14 قربين اش معناها 14 قربين اه قربوا اه شكون هو رئيس امريكي ما عرش يكون وذا كان ممثل كبير قربوا له اه لزيغوير ريسيل هبط سمحني شمعناها معناها اليوم اللي قرب يخ اللي سكر كيس يخو اللي تقبح يخو نعم يسمحني وكي تدخل امنت ولا دولة البوليس وكي تدخل امنت ولا دولة البوليس يسمحني نعم شمعناها معناها 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 اه 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 احترى من الاتار احترى من النقابة احترى من النقابة نعم وممكن منخرة اكبر نسكول فيه نعم بيه التلميذ التونس كان المدرس مش مجرب رأى هو المدير مجرب كان المدير مش مجرب رأى هو القيم مجرب كان القيم مش مجرب رأى هو عامل طربي اللي هم مظلومين عامل الطربي اكثر ناس مظلوم وتحية لي رأى هو عامل طربي مجرب كان هذا مش مجرب رأى هو الشوفير يجيبه في الكهر مجرب كان الشوفير مش مجرب رأى فابو عم سكر الكياس مش الكهر ما تتعديش مدير المؤسة مدير مؤسسة بمن يجب أن يحتمي هو بش يحتمين بالوزارة احنا قدان ودير مؤتسة في التربية مجلس مؤسس يعني مجلس هاو عانا مجلس الإعلم في العلم وموجود مجلس الإعلم لكن هوا ما حلش المشكلة لأنه هو لما يحتمي بالوزارة مجلس علي بالجامعة اي في الكلية لأنه هو لما فاصحè غالطة iling الدكتور لما هو يحتمي بالوزارة اللحين نتخل اللحين joue نتخل انت ما نجمش معناها تسير مؤسستك وربما يوصل حتى العز لك المسؤول هذيك ايه هو هنا شنية الباور شنية القوة اللي عنده باش يسيرك المؤسسة متاع ويعدي القوانين انا نعرف زمين محترم كان مدير مؤسسة محترم اختارها الاستقالة باش بتقش ليد معهد نصر الله معهد نصر الله هاو 40 كم ما هنا قعد قديش يقرقوا بالعبيد باش واحد يشد مدير ولا واحد احبي اقبل لي يشد مدير نحيي الناس تقبل مدير في الظروف هذي فعلا قلت لك انا جاوني مديرين مديرين ممتازين عمت بهم اجتماع قريب بربي احميونا فعلا من جهة الوزير نعم ما رحموش من جهة النقبات بترحموش ما ترحموش كيفيش انت انا مش تعمل اصلاح التعليم انت عملنا مجل مؤسسة فيه الناس كل فيه الناس كل فيت لهم ده فيه الاولياء وفيه اللقبة فيه كل وحليش ما يتبقش القانون ما يحبوش ماش مؤسسة تقبل في الثانوية حربو ووقعت محاربة هذا المؤسس نعم تفدك تعرش عليش لانا سيعود معناها في مخهم مش عود نقابات الاساسية وهيمنة نقابات الاساسية على المؤسسة لانا له مدير مسكين فهمت معناها يزمو تارم مدير مؤسسة طربوية والجامعية يزمو يكون تربيزيست تارمك تربيزيست وشوف يسلمش شوف يسلمش يزمو يرضي عشرين طرف وتخلق في المجتمع التونسي ثقافة الشعب ويريد التلميدي ويريد والأب ولاد ويريد وفي ثقافة الشعب ويريد نعم انهارت المؤسسات وانهار القانون وانهار التراتبية الاجتماعية وانهار كل شيء نعم سمحني معناها أنا أنا طلبت أنا مرة مرة دخلت مؤسسة طربوية نعم جالي المدير نحتم سيبة شد سيجارو في دو فهمت ومرئولو مصخ سمحني معناها نعم تفكر خطله معلقة لبسه طابلية نعم قامت الدنيا وقعت على الطابلية تتفكر هماو نعم نعم معناه يشوف الصغير أنا قرراني معلم لبس كوستوم نعم وعمل كرافات نعم وحط الدخالة كيفيها يقول لك ريحته مزيدة فاوع فاوع هنه تعلم الدخال من جرته يعلمك حاجة على قطل لاو التلميذي فكر تلميذي فكر من خلال نموذج راو معدك فكر راو بدوم نشتد جامك تجني لابس برا شوفها معنا يا سيد جمعين عيد اللبسة وثم حجورة تواص مع الظهرة جديدة هذي تصريفة بتشعر وظاهرة جديدة هذي غريبة جدا نعم شوف في فرنس نعم في أمريكا نعم الهندام تل مدرس الجامع هي مقدس نعم احنا حبينا نعمل كيب والله العظيم كي تمشي حبيت نعملها أنا ما حبوش نعم تمشي البلدان الأنغلفان نعم تشوف زي الموحد نعم معناها تقولش زي يعمل كيف ولاده ابناء تبسي زي الموحد نعم الشيخ عليهم الشيخ عليهم نعم وحبينا نعملوا زي الموحد وبعد المدارس بدأت فيه علىقل علىقل باج أنا خدمت في جامعات الطلبة عندهم باج يعني ده ده فمسة فرنسينا زوجتي تقريب فمسة فرنسينا عندهم باج نعم أنا نشوف أنا نشوف زوجتي تقريب مسة فرنسوية على قطعة مع تلام ده على خمتة أم نعم يعرضوها في الشارع يجي بوسا هو يخدم فما سمت احنا في تونس اليوم نعم الاستاذ بعد الحين ولا عدوا اي معناها الولي ايه ده شوف الاوليات زي درها الاوليات في المدارس والمعاهد بكتور الاوليات والمعاهد في وسط الساحة يحوسوا لا 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 الاوليات الاوليات والوليات وضربه لا لا وضرب الأستاذ وشي يضرب الأستاذ لان الولي مشكلته ووليت مع المؤسس التربائي هي العدد نعم ما عاش عنده مشكلة اخرى نعم ما وقتلك معنا هالكارثة سارس في القانون التوسي مش تبدل نعم الا واقع التجريد المدرس من وظيفة التربائية معاش عنده حق ما وزيد شوف اجتماعين شهريتو خيب اي امكانياتو المادية خيب نعم هكي حربت لو انت الدروس الخصوصي الدروس الخصوصي مو الولي عليش تعرف فلسفيا دكتور بعد اذنك للمان اتهمكش انا نظمته نظمته دكتور بعد اذنك ناخد معانتك الكلمة يعني هو قتلي انت انا مش ننطلق من كلمة انت قلتها قلت معاناها الولي وليهمه العدد واضح لكن هو الولي شنو يخليه يحس الاحساس اذاك لانه وليت فهمت دروس الخصوصية الغير منظمة وسيتك معاناها قلت اني نظمتها فهمتني فهذا يخلق عنده هو انا رني ندفع في فلوسي ما لو ولدي شبيه ما جابش عدد به فهمتني معاناها هي الاحكاية مرتبطة حتى باللوعي يمتعو باعتبار انه هو ولي يدفع في فلوس مقابلك الخدمة هذيك لهنا معتا محاربة الدروس الخصوصية انا اعتقادي وصلح لي كاني غالط معاناها اعتقادي انه تحسين ظروف المربي معاناها شوف المشكلة هي العدم قبل الدجاج والدجاج قبل العدم بيزنطة تلمو المربي شهريته خائبة نعم يلتجي الى دروس الخصوصية ستوضع البيض ثالث عادي جدا عادي جدا الحل واليخلص كما في برشة بولدانا قلو فينا القاضي ما عنده شهري يصروا كما يحب من جمش يولي مرتشي في الاغلتير احنا في تونس يعطيه اربع سور دي بونيس وبعد يخلو خمون سوعة عشو اربع سور دي الوستان احنا نشوف اولا تحسين وضعه المادي نعم وانا في الوضع الـ 97% قلت نلقى حلول قلت حل الحلول قلت الوزارة التربية اكثر وزارة تملك اراضي قلنا نعمل القرى التربوية يعني نمكنه الوستاد والمعلم من بورتمان نعم بدنا فيها نعم وقف المشروع يعني انا كن نعطيه دار نعم خير ما نزيده شهري وخاصة اللي هو عادة الوستاد مش يكونش في بلاده مش يكون بلاس بعيدة فعلا هذه الحل قوه الاردنين نعم قوه الاردنين والاردن انت وانت مثلا الوستاد من القروه انت مش تقريف يجندو تلقى بورتمان نعم مبلي هذا الحل تنجب مفروض دولة قلنا قلنا الحلول الاخرى وهو تقنين الدور السخصية في المدرسة ليش لانا اولا يقرأوا في بلايس ما هومش مؤهلين للتدريس القراجات صارت برشا مشاكل تتحرج جنسي صحيح ولا غالف من عرش لانا في بعض الحيان فكر ساعات تلميذي يتهمل الستاد بالخطأ ويقوم تجير معنا لا 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 برشا رغمت لاندن مش ملايكا رغمت لاندن مش ملايكا يضغط على عددن مالغان يضغط على عددن قلنا يتعمل نعم في المدرسة خدم الناس كل نعم ويقننوا يقنن ويشوفوا التلميذ وحتى السوم يتخنن نعم بقنا وعملنا حل اخر قلنا المعطلين على العمل دولة مشرة كبيرة نعم عطيناهم باتين ده نعم باش يحلوا مؤسسات لدروس الدعم نعم باش ما يخلقش ما تقراش عندي لاناش رجيك الولي قل لك والدي خاطر ما يقراش عنده اتود نعم هلكو هلكو قال يسميوها في القسان معنا هذي دي دي نسية غياب ثيقة مال ليه يقرر في المكتب عمو في الدولة المرسية وانا عشتها انا عشتها مع ولادي نعم نعرف عشت عشتها سبا نرمال قال ما يقراش عندك معنا غير مهر ولا يقل لك يقرر في عواج البر اعرض فيها برشا مشاكل لانا شو في المشكلة اثنية كلهم حواي جدد سينارمالك تبدأ من اللون تبدأ تبدأ فيها برشا مشاكل وتتصلح بشوية شوية كما دي وين الخزبات المدرسية في برشا مشاكل ونعرف اما تقول تصلح بشوية بشوية رابع يفو براند لطاو حتى واحد ما تولد يعرف هي الدولة التونسية كنتبدأ فيها برشا مشاكل بقى هتحص اذا هذي شنو قلنا اخنا نعملو هذا كل هو المشكلة وين المشكلة وهو تخلقت مشكلة تعزم الثيقة بين المؤسسة السياسية والمربي ولا ولا شوف ولا ولا المربي كل حاجة ديهم الوزير نعم فيها انها فيها انها والشعب التونسي بكله اصبح عنده خلفية نظريت المؤامرة نعم وشوفوا المؤامرة برتو اذا جو جو اجتماعي مشحون شكرا دكتور ناجي جلول نتلقاه بعد الفصل ان شاء الله من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام مرحبا بكم تحية نجددو لكم التحية من ايذات الحياة في ام ونوصلوا حوارنا الشيق مع ضيفنا الدكتور ناجي جلول وزير التربية والتعليم السابق اذا في الجزء هذية باش نتطرقوا لحياة السياسية في تونس بشكل عام وباش نبدأوا من معنتها من رؤية الدكتور ناجي جلول اللي هو مبارك معناها قرارات 25 جويلية ثم انه انا قريتلك في مقالية انك انت معنتها فرحت بتولي الدكتورة والسيدة نجلة بودن على رأس الحكومة انا هنا نحب نسألكم هل لانه تولى عنصر نسائي او لانها خرجت الجامعة التونسية ومما قد يخدم معناها يعني معرفتها بالقطاع قد تخدم التعليم في تونس بشكل عام شوف بشكل واضحي انا مع حركة 25 جويلية نعم اما منعاتي منعتي السكة لبيض نعم انا ما فرحتش بتولي السيدة نجلة لا فرحت لق ضبط نعم قلت باركتو قلت باركنا لي ان الناس كل كنا نستنى وفي تعيين رئيس حكومة نعم كي ما كنا نستنى وبش عطينا خريط طريق سيدة رئيس وعطينا بعد وكان ثم قلق انا شخلت قلت السيدة نجلة واتن تسي انا شوف نعتبر السياسة حاصيلة نعم انا ما يعيبه على نجلة بوضن ان هي ما اعطيت نجلة برامج للحكم نعم ما اعطيت نش انا قلنا اليوم الاربع مشاكلة البلاد قلنا كيش بتحلهم ووقتياش وكيفاش ادي كي السياسة نعم انا وقتل اللي عملت سماحي نرجع عملنا سلاحة ارترب وعملنا كتاب قلنا كيفاش وش نعمل وبيش قلنا وعطي التواريخ وعطي التواريخ نعم سيدة نجلة بوضن انا فرحت لان اولا هي استاذة جامعية هي فما نفسش جديد سما روح جديدة ما جاتش بالكارثة القديمة وهي المحاصة الحزبية لانا عنا كارثة سما المحاصة الحزبية لسما جديد نعم جات في تمشي نعتبره ايجابي نعم وشن هو التمشي هذا تمشي ايجابي وهو ما كانتش تخز على المحاصة انا عشت محاصة عليها جابتهم هي الوزر هيا جابتهم الوزر اللي معاها هي اللي جابتهم لا اختيار اختيار يعني الوعد هو رئيز رئيز جمهورية مش هي اختيار الجمهورية شوف وافقه البركات لأساء الزيائيين واليون احببنا او كارينا اليون ثم زخم شعب حول رئيز جمهورية نتيجة اللي فشلنا كنا بما فيه نجل نعم فشل معين عوضا والبلاد ما عايش تحمل يا استاذ يا استاذ لا لا لنا لنا واصل لنا شوف 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 انت اشك معايا لانه البلاد يعني من الثورة وانت راجعة جاي انه عايش انفلات في كل المجالات نعم واضح وخمسة وعشرين جويلة كان نتيجة لانفلاتات كثير باهي خمسة وعشرين جويلة اذا كان هو كان نتيجة اذا كان معايا في الانفلاتات كثيرة في كثير من المجالات ليس هو ردت فعل وعادة انه ردت الفعل ما تكونش مبنية على وسوس يمكن ان تقرج بالبلاد الى ما هو افضل ويلا ما هو احسن والظاهر انه نلمسه تقريبا انه وفماش خريطة الطريق واضح خمسة وعشر جويلة كانت ردت فعل كان كانت ردت فعل نعم سيد وردت فعل عادة ان كذا هتكون وفي التاريخ الانسانية ردت الفعل بتجب تكون ايجابيك بتجب تكون سلبيك هي فرضها واقع معين هي شوف نتيجة شوف رهو انا انا سميتها خمسة وعشرين جويلة كانت انها فترة سميتها الوباء والغباء وقلة الحياة هكذا خصة في ثلاثين ثلاثة كلمة راهو شوف التوانسة راهو اللي هو معقدين ما كل برحة شوف انتهى الغباء لا لا ما انتهيش انتهى الغباء والوهداء والمرض والوهد انتهى هذا شوفك الفرحة العارمة النهار تلسار يوم التلقيح بلوس مليون تقريبا نعم وهو حاجة عادي جدا لان لأول مرة منذ عشر سنات مؤسسة الدولة ورشانة تقدم نعم مع بعضها رئيس جمهورية يخدم على رئيس الحكومة رئيس الحكومة يخدم على الوزير لو ما عندكش فكرة معناها الحرب الاهلية لا كانت في مجلد الوزراء انا عشت وزير في مجلد الوزراء قامت سلحبي بالصيد ربي ايش في قلو انا انت معيني انا معيني حزبي انت никакش معيني رئيس الحكومة حكم حتي معناها وصلنا الى حضرة سمت انت انفلات. انفلات نتيجة لاختيارات سياسية كارثية. 25 جويلة ما هوش العصار السحرية. انا قلت تمشي 25 جويلة ديها. واقترحنا اقتراحات المش موجودة احنا قلنا 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 عجويلة سبيان. وانا مستعملش كلمة اه عرشية السوداء اللي انا كنت فسطة. نعم. معناها من قلة الحياة فيما ناس كانوا في العشرة السوداء. وحكم على زودة زمنوا بالعشرة السوداء. ليه? انا بالنسبة لي نسمى ايجابيات في عشرة سنين في سلبيات. انا ندافع الحكمة حبيب الصيد نعتبرها ايجابية. لانا على الاقل سيحسبوا لهذا التاريخ حكمة بالصيد. نعم. انها حربت الارياب وربحته وربحته. لانا الناس تنسى راهو. نعم. نس تنسى وقترجات حكم الصيد الارياب متف في البلاد. خمسة عشرين جويلة انها حالة. ورتحت واس. اما كيفاش نبني انا بالنسبة لينا ايجي نبنيو على خمسة عشرين جويلة. بيسور ما مثل ما شاكم بلا. وطلبنا من السيد الرئيس. اتكلمنا بالسيد الرئيس. في نص معروف باسم الحزب. الحزبات. عملنا لجنة. او هيئة. فيها. فوقها القانون الدستوري. مش وحدهم. لانا هو احدى اسباب الازمة. حولوا تحاول ديمقراطية. يرروا قوانين الدستورة. نعم. في الجامعين. فهي علماء الاجتماع. فهي بسيكوجيني يعودوا صلحونا بعض الفصول في الدستور. وصلحونا القانون الانتخابي باش يعطي القانون الانتخابي. انا نعيبوا عليه. شنوة? نعم عليهم ما يعطيش تغلبية. انا وقتها سلباجي. قلتوا ببدل الفصل. قال لي يربح ياكم. قال لي يربح ياكم. نعم. باش منعقدوش في المية وتسعة مية وسبعة مية وتلاثة والاخر يقول لك علي لشي والاخر نعيجاتي. ونعرف انا كاش تكون في الحكومات. نعم. ثاني ثاني. قلنا نعمل لجنة اقتص اقتصادية واجتماعية. فيها رجال الاعمال. فيها نقبيد. خبراء. فيها خبراء الجامعة. يعطونا تصور لحل وزامات الكبرى للبلاد. يعني البيطالة. نعم. تبدني مستوى العيش. آآ تعليم. الصح. مش هيكل البلاد الكبرى. وانا مثلا ضد هدايا الاستفتاء الالكتروني. لكن الى اي حد. لانا اتحبوا خلق حاجة. مش نعمل استفتاء. سنة سنة. هذا يتوجيه بطبيعة. مش نعمل استفتاء. الى اي حد دني سيد الرئيس. الى اي حد. استنى استنى استنى. الى اي حد سيد الرئيس انه اخذاء. اخذاء. اخذيكم. الى اليوم اخذيش. اذا لا وريكم الا ما اراه. ايه. فهمتين. اخذيش. اما هانا استنى واحد. وندعمه. ونطالبه. انا 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 عشت. انا عشت. انا عشت وانا واحد. اطلع عصابه تزله. حبيت نقول لك الاخير. هل يمكن انه البلاد توه انه يحكمها واحد بركة. انا انا مش نبني على سؤالة ذات. دكتور. دكتور انتي كنت تسرحت. السؤالة ذاية جاوبت عليها انتي قبل نستأذنك معناه. انتي سؤالة ذاية جاوبت عليها. حتى امس في سوسا حتى امس في سوسا قلت انتي. تجمع صورت في في شخص. اما اما خنسها لكينا دكتور. اما فما ولات يا. دكتور. سم معتم دين يا. نعم. نعم. فما مؤسسات تحكم. فما دونين تحكم. شوف اختزال الدولة. شوف. الخطأ. العلق قاعد يصير في الدولة. مش ما يحكم الولات اليوم مش هم يحكم. والموعدنو الدين مش هم يحكم اليوم. نعطيه فرصة. نع دكتور طارق خانوا نشوفوا احنا تولوا الولاد في تونس والمعطاقين خطأ على صار في تونس نتيجة هيمنة فوقها القانون الدستوري على المشهد السياسي وقع تحويل الدستور إلى فصول نظام الحكم في حين الدستير في العالم ولكل الدستور الفرنسي الدستور الأمريكي هي وثيقة يضمنها أي شعب قيمه معناها أنا بالنسبة ليانة مهام في الدستور مش نظام الحكم الهام في الدستور هو الفصول الخاصة بالمواطنة يعني دولتك تعطيك دستوري حقك في التعليم الدستور التونسي نص سماع ما تهماش نص وضع حق في الصحة هو فيه لي كل مواطن الحق في المال أنا مش نسألك دكتور بعد أذنك لالا من باب معناها أنا بالنسبة ليانة رأيه ما نشقاعد نعطي فيه سكة أنا بيادرة أنا شنوت بقينا أنا بالنسبة ليانة التونسي اليوم بصعر التونسي فدوا فدوا من العرك فدوا من الافتراب فدوا من التونسي مشكلتهم اليوم ما تقول لك حاجة لمشكلتهم لا دستور يا أخي شخص التونسي في الشارع عاملوا ثورة حاجة عن الدستور تنزل الشارع معروفية بالأمن شغل حرية كرام وطنية يقولوا فيه الناس الكل يقولوا فيه الناس الكل هذا اللي يخرج يتكلم يقولوا فيه الناس الكل أراه يعني مشكلة المجتمع التونسي مشكلة أنه خدمة مشكلة أنه أعطيه ياكل وعطيه كده هدايا لا يمكن يعني يعني وصلنا إنه ما نجموش نلتفه حوله حول عشر تونسي حول عشر تونسي ما عملناه هوا يا سيدي أنا وقتا اللي كنت وزير اقتراحات اقتراحات لحكوا عليه أنا اقتراحت باش نحلوا أنا اقتراحت وعودت وقتراحت حتى لسيد الرئيس تو عنا مشكلة متى فلوس مديونية قاعدين ناخدوا تحبلك صفارة مش عطينا صندق الدول أما تتشوف لوتو تتشوف لوتو لوتو معناها بترهنان ولادنا بزيفة أنا برهونين نعم مش عطونا أنا بترهتنا برهونين أنا اقتراحها سمعنا تنش صراف في البلد اقتراح ما بتنش صراف في حجم بنك نعم يبير دخلهم اللي نوليوا بنكاجين نعم اخي مش مصالحة في اطار مصالحة يعني أما لخاطر جماعة لعندهم بانكات وسلفوا الدولة بكاتب وصامي يساعدهم مش نخش بيلك ناتري مش تونسي مو تحبوا على المصالح شوف أنا عندي شيعة رابع الشعب غير متصالح ما يتقدمش وشعب غير متصالح احنا شعب غير متصالح مع بعضنا وغير متصالحين مع الآخر هون اقترختنا اللي حل بيطالة خلول سهلة ياخي الأمريكان كيش خلوا بيطالة بعد حرب علمية الثانية الكوريين كيش خرجوا بيطالة الصينيين ما هو بالأشغال الكبرى نرجعوا الكينس نرجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة القحت جاءوا الناس للرسول صلى الله عليه وسلم خلوه سعر لنا فقال إن الله هو المسعر مش عالت هذه يعني حلموا نفسه في البلاد احنا اليوم معناش منافسه في البلاد عنا احتيكاع عنا كرتلات تحترف حل منافسه سيبرو خست طول عملتوا لتخدب طول الشباب اللي شوفيه هذي طول عملت شركات ويشيخ ويفضو ويخلق الثروة الحق ها ما احناش ماش ماركسيس بس الاشغال الكبرى برا احنا احنا تونسارش عنا عنا اليوم شح مائي رهيب قوني براتيك ماغ في اقصى درجات ينزمنا نحلوهم البحر ونسقيه ونشربه ثمانين في المائة من الماء تونس ماشي ماشي اللي رجع سيبرو دكتور سؤل برا وفهم دولة حاب تسلفك الصين حاب تسلفك نعم عنده القطر عنده سيولة العالمية تحاب تسلفك نعم احنا احنا سمحني الاعلمين والسياسيينك الكبرلمين شوف سبنا قطر سبنا تركيا سبنا الإمارات اللي جي عاوني نسبروها دي زماني عاد دي شكونك انتي انتي شكونك اليابان العظيمة قبلت بالجزء من سيادة الرب وهو جزر الكوري والطوم نعم اليابان قبلت سمحني المانيا الدولة العظمى عندها قواعد امريكية في بلادها والسيادة الوطنية يهود السيادة الوطنية فقط العلم يزي بتبدل اليوم انتي الامريكين داخل ياخد في معمن معناها الشعارات ما عندها حتى معناها الشريك السنفية الفكرية دكتور احنا نعيشوا في العالم الناس تعرف اليوم فهمة منظمة الزورة اسمها قافة نعم لها كبار الشركات العالمية او منها مش يخرجوا مش يخرجوا مش يخرجوا في جزي تمشي وترجل نعم يقول لك اعلم شو نحكم في العالم العالم قاعد يتبدل واحنا ميزلنا في شعارات القرون الوسط اذا ميزلنا غادي ميزلنا غادي دكتور ناجي جلول هل تعتقد وهذا نجاوب عليه ان شاء الله بعد الفاصل نجاوب عليه بعد الفاصل دكتور لانه الوقت بشوفها متاع الفاصل اذا تونس معناها الشريك هالأول معناها معروف وهل ترى انه انت معناها حسنوا جودة الخدمات متاعنا واقتصادنا وتعليمنا خاصة بالتوجه نحو شركاء اخرين مثلا نظام الانجلوفوني او حتى بلدان اسيا اللي تقدمت كثير معناها في التعليم هل انه هدية ممكن ينجم يساعد تونس على انه معناها نرتقي بمجتمعنا اقتصاديين وسياسيين واجتماعين وخاصة في التعليم العالي باعتبار معناها السنكرونيزازيون مع موضوع او المواضيع الحصة هذه او البرنامج هذا اذا مستمعينا الكرام نرجعو لكم بعد الفاصل ان شاء الله لموصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام مستمعينا الكرام نجدو لكم التحية ربنا ورذيتكم ان شاء الله اليوم ضيفنا اليوم الدكتور ناجي جلول بش نواصلوا الحوار معاه الدكتور كنت معناها طلبت انتي السيدة نجلة بودان رئيسة الحكومة بالاعلان على برنامجها لكن انا الهناء في ظل القرارات والموعيد الانتخابية وتنقيح الدستور اللي اعلن عليها السيدة الرئيس الجمهورية يعني مثلا فما انتخابات يمكن بعد سنة تقريبا فهناء هل يمكن اعتبار باعتبار انك بسير انتخابات بعد سنة مثلا ربما الانتخابات هذهكة تم بثق عليها حكومة جديدة الى اخيره ربما اقول اذا هل تعتبر هالحكومة متعتوها هل تعتبر هي بمثابة حكومة تصريف الاعمال او او معناها انت مصر على المطالبة بالبرنامج متاع الحكومة هذه اي اشوف اولا انا حسب رأي المتواضع نعم صعيب باش تحق هذا في سنة صعيب يسر شنو تسمحنا احنا وقت اللي كنا كنتو زير نعم طرحنا كل مضمون الالكتروني تنتو متعملش ثم هو الحملة معناها كي من الاسار مع ترامب وقع اختراقه من الروس معناها كي مش تعمل انت استفتاء الالكتروني نعم مش يقع اختراقه سيخترقه نعم ملتو ثم كي ما قلت لك مش شكرا الشباب معروفين نعم توقع تشعي تشعني شباب شو قولك خدمني نعم لي معروفين مش يك الشباب فعنا شوف انا مش فدنا من الحوارات وعاول الحوارات وحباوش اخي مش عملنا في وزير استشارة شبابية كبيرة وعريضة نعم وتحاولت فرحة شباب تونس تبن عليه البديل البديل اذا ماذا تخترح البديل اخترحنا زوز الليجين خذ هدية السيدة الرئيس لحكومة تحكم تعطينا برنامج تشريك فليجين زوز الليجين الى الدستورية وانتخابي تشريك رجال الجامعة وتشريك وتشريك تشريك الاحزاب وحتى الاحزاب الى مش معات تشريك الاحزاب اذا الثيقة نوعا ما منعدمة في بعض الاحزاب والديموقراتية والديموقراتية رهي الاحزاب سماش حاجة اخرى لكن الثيقة تهزت شوية ايه ما سيلش هي تمشي باوامر السيد الرئيس والسيد الرئيس؟ لا لا لا. اذهت الموجود اذهت الموجود ايه. هي ستامتين باوامر السيد الرئيس السيد الرئيس. عنده احزاب معينة كان واحد في اهلا Until براجة جمهورية ما يمشي. قبل لحنا كنا راجة جمهورية سلباجة. راسة حكومة يمشي بقى وامر سلباجة كيف كيف. لا ما يدخلش في كل شيء. لا لا. ما يدخلش في كل شيء. لا لا. وقصلا كان نيدة تونسة قوي. وقبل ما يتصدع وياخد اختراعه. كان مواسط الرئاسة تحكه في كل شيء. نعم ولكن التمشي هو التوى التمشي توى هو تشريك الشعب. انا 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 قط لك. وليس في السكة على بيض. ومش في ثقافة. لانا اعطينا احنا ديمقراطيين بان ذفرين. كل عام اعطينا السكة على بيضة بنحلية وبعد كلين نذكر. نعم. نعم. مليعنا. فهمتها? نعم. وقت تتفكر معنا العركة الكبيرة. يعطينا السكة ومبيض. وبعد بالاسلاميين وكمل بين احنا. فهمت? احنا مش هاد نسيجي. قلنا المرأة هذي تعطينا برنامجها. خليها تختم على روحها. خليها نعطيوها وقت. لانا التوانسة. التوانسة رهم فدوا من العركة السياسية. التوانسة ما عادش قبلي. برا اخرج في كوريساري قللك خواه مشكلتي نقدم. مشكلتي خفتي. مشكلتي مشاكلي. وخلت اقعد حتى. حتى. والتوانسة قللك ماشي حاجة بالديمقراطية. اليوم فاحنا في منطرة انقاض الديمقراطية. قلت انا خمسة عشرين جويلة انقضت الديمقراطية. بشكل ربما ما كونش انحبزه. اما انقض الديمقراطية. اليوم خلي خلي الحكومة هذه تخدم. بس لو حي تحب عليها. اما تعطينا برنامج. عطينا برنامجة. واعمل ليجيان وشرك فيهم كل الحزاب. حتى الحزاب. حتى الحزاب. حتى الحب وشركوا الشعب. حتى الحزاب. حتى الحزاب. حتى الحزاب هذي هذي هول امير او الشعب. الشعب يمثلوه عن طريق مؤسساتي. نعم. شوف. ما سميش ديمقراطية بدون تنظيمات. يخوي سميه ما لتحب. نعم. سميه حزب. سميه حركة. سميه حراك. سميه حزب اللطيف كانت حب. لا معنى. اما اميز. اخ كيفش تعمل انتي بناغر تنظيمات. يهودي سمحني. في روما. يكفر ما تنظيمات. سمى البلاب. معناه? في عهد بنعريك سمى حزب. في في كوري الشمالية زمى حزب حاكم. معنا شوف. شوف. فما خطاب نعم. اذا اليوم متنجمش متشاركش تنظيمات. لانا التنظيمات تحبوا له تعبارة سياسيين موجودة في البلاد. الحزب مشالكة. الحزب متوسع بيحباش. لانا. لانا عملية ترذيل السياسيين راهو صارت عشرة سنين وهو الرضل في السياسيين. ايه مش باش كونوا ضعوا. باي سيدي نحينا السياسيين والحزاب. باش عوضنا. باش عوضوهم بالكنطرية. عوضناهم بالكنطرية. ماه قانون انتخابي هو الجيبهم يعني. ايه بدلوا قانون انتخابي. شكون يبدلوا? لجنة. ما قلنا لجنة. فيها فوقها القانون دستوري. فيها سادة في الجامعة. فيها الحزاب. نعم. يبقى الحزاب شاركوا الحزاب. شاركوا ناس كله. كم اللجنة القصادية شاركوا فيه. يشوف الحزاب. بكل مشاكل. نعم. هو مكسب وطن. نعم. من مكاسد مقرأة دي. بدلوا قانون الحزاب. نعم. اليوم القانون الحزاب يتلم اربع الناس يعملوا حزاب. بدل قانون الحزاب. نعم. خلني البلاد خمسة ستة حزاب. بيقوا سمحني. نعم. احنا في مباشا كلام. تعرف في اليابان توشكونوا حكم ستة حزاب يحكم. نعم. نعم. احنا فوق المتين نعم. لي. لأ ليحبوا. نعم. نعم. يعنيش عمنا وروحكم ناكس اكسب لهم الخمسة حزاب. ليلا. مجموعا. اليوم في اليابان شوف هو الخطاب هذا. شوف. اليابان نظام برلماني ماشي تبركالعدي. نعم. انغلزنا نظام برلماني ماشي تبركالعدي. نعم. اه نظام رئاسي موجود في مني. معناها المشكلة مش بالنظام برلماني. المشكلة في طبيعة النظام اللي اخترناه. نحن نظامنا اشنو؟ هم ثلاث. نحن نظامنا بناء فوضوي. نحن لرسل عبدالكن. نقول بناء فوضوي. للأسف شديد حركة النهضة في المجلس التاسيسي وآه اكت طويلة وعريضة دي كبتا الثورة متابعا عشهور. اختاروا نظام برلمان ونظام سياسي وقاسي وفيتو. نعم. يودي بشوف النظام الانتخابي في تونس ايدي كادوك. عملونا نظام انتخابي. وفذا نشوف عوض التنابس بالالقاب. نعم. اما واحد اه من حزب سياسي اه معروف. قال عنا جذافي جديد. عليش خطر قال ما حاشيش بالحزاب. انا رعطيك تاريخيا. الحزاب زهر. لا 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 لا. الحزاب ظهرت في المانيا. شوف الحزاب ظهرت في المانيا في الفمانية ستين. مهم. فرنسا عاشت معناها فترة طويلة بالديمقراطية بدون حزاب. نعم. معناش حق احنا توين سبش نعاوه. شوف الكارثة متى المفكرين توينسا. نعم. معناها معناش حق باش نفكروا بديمقراطية تونسية. بشكل جديد. ايجي هوا فرصة باش نشكلوا نعاودوا في تنظيمنا السياسي. نموذج تونس. ثانيا. نعم. احنا عمرا ما فكر. شوف احنا مزلنا فكل فترة. متى السلفين يحبوا يرجعون لعاد الصحابة. نعم. والحداثيين يحبوا يرجعون لفرنسيس. نعم. انا مرة. انا مرة امشيت في فرنسا. كان عندي ازمة متى كلاوي. نطفال ايه? عمروا لسكنيرت قلبة الدنيا روحت تونسية. قالي شنو مش كلتك. قطلوا عندي كيس في الكل. تقلني ان كلهم تعكي كعبت الهندي بكل ايك دي كيس. انا سمحنا. تمشي لفرنس. انا فم منظر قد في مخلي. انا مرة ماشي في ال واحدة من العائلة. اه وقتها حبلة. مرعة كبيرة. تعرف ايه فعلا ايه. والطبيب فرنساوي. ايه باونا فيها تفال في الفرمستين. ايه. انا سمحني. انا خدمت شوي على فلاحة. نعم. جاءوا لفرنسيس قانون احنا كانتنا عنا في تونس بقرة جبادية ديك. نعم. عام تعمل ثلاثين عام حليب. نعم. تاكل الحشيش المالحة بتاعنا. هولان دي. احنا تاكل لا 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 الجبادية متى تونس. جباد. ايه. تاكل الحشيش بتاعنا. نعم. تتحمل التقسم بتاعنا. تتحمل الهضاب بتاعنا. جاونا. 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 جاونا بقرة. هي اسم تعمالي كليماتيزور. تعمل اشوفهاش. نستوردون هالعلف. بتاكل شخص يتاتون. حط التلقيع ولا بزا. نعم. يعني. استعمار ولا. انا لو يعرفش معنا استعمار. تاويش جيعاني دكتورة اشتحبو يا. لو يعرف عنا استعمار شكون كان يقروا ما يقراش. البطار كفيش تحبو يخمم. سيحبو كنش جيعاني في عنا استعمار. البطار دورنا احنا كنخبة. كسياسي. كأسد. كشمعي. كمثقفين. نرفع من الوعي العام. ايه وينه تدور هيدا الدور هيدا وين دور. السياسيين يتعاركوا. يخي ثم انا اسف شو. وشبوغ في البلاتو يبدو يتعاركوا. ثم. يبدو شيخين عليهم العالميين. نعم. شيخين على العركة. ما تونسي يحب العراك. تونسي يدر تعذف التشارع. شوف عراكة يقعد يتمرج. نعم. المجهد السياسي ولا فرجة. ولا فرجة. ايه هنا. لازم قانوني حافظ على هيبة. اذا كي مثل هيبة الدولة. نعم. 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 نجمش اللوم على 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 وسيلة العالمية تحبلو ديمات تحب تربح. ايه البعز وكله. اللوم على الاعلام العمومي. وراه مشكلة في العمومي. سمحني. مهرجان القرطاج بفلوسي. يجبوني في رغب علامة. موليش. يش داخلني فيها هنا عبا فوه عبا تاعب. يجبوني. يجبوني فنان تونسي. نعم. يجبوني فنان مغاربي. يجبوني موسيقى قراقية. هتجبوني في هذا. نعم. يجبوني في هذا. عليش. كيف كيف. مرفق عام. يود من اللومش على الخاس. ده براس. مرفق العام. مرفق العام. سمحني. ندفع في فلوسي. ندفع في فلوسي انا باش. ندفع في فلوسي باش نسمعك الانحرار الاخلاقي في الكرتاش. ما شاوركش. ما شاوركش. فامت سمحني. يا ودي سمحني معناها الاعلام والمدرس والجامعة والصحافة دورها شوف. فما واحد اسمها جستاب لوبو مشهور منظر هذا سياسي. يقول سمحني بالسوري. يعني دور النخبة اللي تزل عبد الفوق. نعم. وذلك عليش احنا جنودنا بتدعو مفهوم جميل جدا وهو العام والخاصة. دكتور متبقى على وقت. انت اليوم. انت اليوم يجدوا فيه لوطا. مش نعتيك الكلمة. والنخبة يجيت يتشبهوا. مش نعتيك مش نعتيك الكلمة دكتور بعد اذنك. بعد اذنك مزالوا خمس دقايق في وقت البرنامج للحاسة الاخيرة او الجزء الاخير. اذا المجال المفتوح ليك في كلمة حرة سواء كان في التعليم الثاني والابتدائي او في التعليم العالي او في الحياة السياسية بشكل عام. شوف اه. انا بصراحة. نعم. نحب بتكون نخبة كلمة امور. نعم. ولا المعزن ديها الفاتمي. نعم. خير ما نقول معناها امي كي بعد صلاتين الترك. خشير. اشترشع الرئيسة من روحه. شوف انا انا منعيش بالسياسة. انا عنده استجام عليك ماندي. نعم. ارتزقوا منها. نعم. السياسة هيوية. نعم. هيوية. اه شوف في اللقاء. انا في مقل اقوى رئيسة امريكي في التاريخ امريكي هو ابرهام لانجولون. نعم. ترشح استمرات وفشل. نجاح في السادسة. نعم. متعدى احصى رئيس. من احصى رؤساء فرنسا. نعم. نعم. ميتاران. خمسة مرات. شوف اه انا انا مستاذ واهو اصغني مستاذ. انا بران بارليشيك. اكسرا حاجة. تعلمك والفشل. نعم. انا. الفين وربعتاش ربعت انتخابات مع جيتونش. نعم. الفين ونسعتاش خسرت. نعم. ما رجاية كان ربعت سبيعة. انا قاعد نعم في حاجة اخرى. قاعد نبني في حزب. نعم. على اساس مشروع سياسي. مش على اساس شخصنا. نعم. والمشروع نحب وينجح. وكان ما نجحش. الفين وربعة. ما رجاية توينجح المرجاية. نعم. انا اقعد. انا اكبر حاجة فتك وهو المزروبين في السياسة. انا مش مزروب. نعم. جيتون طبق. اخي انتي عندك السياسة واحد هواية. هل يمكن اللي عنده عن السياسة هواية انو ينجح? عليه احسن ملاعب متكورة في تاريخ البشرية سوكرتاس كانر طبيبه كانوي. تسمع بيو سوكرتاسر. لا انا حتى بتصحنا دهيشمل واحدك. لا انا الحكيتك. لا انا حكيتك على سوكرتاسر. انا نحكي على. انا نحكي على السياسة مش نحكي على. لكن السياسة إذا كان واحد يعني عنه السياسة هواية هل يمكن أن نجح فيها؟ أنا هواية بدأ مفهوم ممكن استعملت مستلحة غالط أنا نحبها تقصد أنا 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 مثقف ونعتبر راحي مثقف ونحن نعتبرك كذلك وشاركت من الجامعة أنا أول مرة هزون المركز كنت في دي سي نعتبر أن المثقف يجب علي أن يشارك في الشأن العام جرامش العظيم عنده كلمة جميلة جدا يقول عندما يفقدوا التقدميون السطوة الثقافية هو وجهتك البلالي يفقدون مفاتح السلطة أنا دوري وهو إرجاع السطوة الثقافية المثقف أنا مرة قلت شامج عيطة الله يرحمه وهو أستادي قال كلمة مشبهة في الجامعين وما عجبتهم شاركوة قال ليس لهم فكري أنا عندي هموم فكري ونحاول لأن لولا السياسة أنا لولا أنا برقيب أحطني في الحبس سجني أما نعترف بيفضلوا في حاجة بارك أنا ابن المسعد الجماعي أنا ولد عمل قريت في السربون وقريت في اللور ودرت اشترى العالم وحواست ونحاول لهم أنا عندي وضع اجتماعي مترفع نتيجة المثقف أنا نمشي كنت وزير طربة نمشي لحياة الشعبية ونقل لهم بالقراية وليو كيفي شوف أنا ش عملت في القراية راوك الخطاب بتاكم تقرم تقرس بتاكم مش مش صحيح مش صحيح فعلا دوري دوري انت وانا انت اشتعملت وانا ما تنعبت في دورك كم مثقف أنا اليوم دعوة المثقفين أعلمين بيش يلعبوا دورهم لأنه فما كان مثقف ينجم لأن السياسة في اللخر جنة سمعني الكلمات السياسة تطلق خصوص كلمات عقل ومخيال اليوم السياسة انت تونس هكي السفرقرات هذو كم يسميهم تكنوكرات أنا عدبهم السفرقرات لا عدب لا مخيال سمعني أنا مقراش الجارحة ومقراش المتنبي ومقراش مونتسكور ومقراش فولتير ومقراش 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 شبك تركز كان على الأدب دكتور ولا مقراش ومقراش موجودة 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 هذمنا لأنه فن السياسة ما نجموش ما لم يكن هندسين فلن يدخلن علينا سينيك أنا مفكر من الفكر الرومانية قول كما تعرفش روعة لنا بورت ماشي تقضي دور في البحر وتغرق اليوم عندك ساسيين يجي يوكم يجي يوكم طيو نعطيك حاجة ولا يسمعني هل تكنوكرات جابونا يجي في التلفزة والله أنا خليت شهري يخيش كن خليت خليش هريه روحت البلاد انت اخترت شوف بما مشكلة نعم بما التواصي من لول يختار وينضب تحبوخلك حاجة يجم التواصي تحاملوا مسؤولية انتخابات تحاملوا مسؤولية تعرفش مقول انا تعرفش مقول انا كان كلمة اخيرة ولو في ثلاثين ثانية انه انتهى وقت البرنامج تعرفش مقول انا ونقول بالنسبة لشروط الانتخاب عملية الانتخاب يجم تضحط شروط في الشخص المش يتقدم وفي الشخص المش يمشي ينتخب مش هو عك الشخص اللي ياخد خمس الاف ويعط يسود متاعه نعم من الجانبين يجم تحاملوا مسؤولية سميت انتخابات خمس وعش نعم 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 هذه واحد وهذه لن تكون اهل النزة مقشريا نفي الابدي لن تكون الا بحاجة واحدة وهي حب تونس حب هذا الوطن نعم نعم ما تماش حب الوطن والتحرك من الفضاء الداخل الى هذا الوطن وحبه يعني انه واحده ناضل من اجله باش يتقدم فمنسى ويقدموا على ولاده وعلى نفسه وروا من نجمه نعملوا حتى انتهى 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 وقتا برمامش دكتور ناجي دكتور غلبتوني وفاة وقت الحسة وفاة دكتور ناجي جلون دكتور يلزميها دكتور لازر البريكي دكتور ناجي جلون انا شوف انا عمل على الحرق على الاخبار على الحرق ثم امرأة تعالش قتلي في منطقة داخلية قاتل شنعتين ولدي فلوس ونحبوا يموت هكا انا رقد معذب عليهم ونحبوا يشوفهم تعذب نعم نعم اذا انتهى 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 دكتور لازر البريكي سامحني سامحوني انتهى عن اخبار توا مستمعين انا ان شاء الله ربي يطول عمرك في الخير انتي ودكتور ناجي جلول اذا نجددوا الشكر لدكتور ناجي جلول السيد الوزير السابق للطربة والتعليم برك الله فيك على قبول دعوة مستمعين الكرام برك الله فيكم على متابعة ايذات الحياة شكرا دكتور لازر بريكي ليلعب دور الكرونيكير اليوم اذا ان شاء الله استفدتم الحسة هذه نشكر ايضا الفريق التقني نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد قدح في الهندسة الرقمية ان شاء الله نطلقوا في لقاء اخر ان كتب لنا ذلك مع السلامة من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السلمي